اشتركوا في القناة اولى فقرات صباح نغير رح تكون اليوم حول موضوع الحق في التعليم من الجانب الحقوقي التربي والاجتماعي مع ضيوفنا المحامي المختص في القانون الجنائي الأستاذ مراد مفرع ونصرين حمصي جبارين المستشار التربوي أما بفقرتنا الثاني رح نتحدث عن الجانب التوعوي الإنساني والقصص الشخصية للتبرع بالأعضاء مع ضيوفنا من جمعية مبادرون رح تكون معنا نداء محاميد طالب سيني رابعة في مساق الطب وعدو في جمعية مبادرون ريم مصاروي محامي ومؤسسة جمعية أصدقاء حتى النخاع وأيضا ريم تلقى التبرع للنخاع العظمي ورح يكون معنا الإعلامي أنس موسى اللي تلقى زراعة قلب في فقرتنا الثالث رح نخصصها للمشاكل البصرية رح يكون معنا دكتور عنان العباسي أخصاء طب وجراحة عيون ومساعد مدير مستشفى زيف في صفد وفي نفس الفقرة رح تكون معنا أيضا أمل أبو عبيد يونس عامل الاجتماعي في مجال التأهيل ومركزة موضوع المكفوفين أما في فقرتنا الأخير رح نستضيف بسام شحتوت رئيس نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة وأيضا رح يكون معنا مدير مرشي عدو الهيئة الإدارية للنادي ومركز برنامج تكريم الفنانين الفلسطينيين اللي أقيم مؤخرا وإضافة إلى مجموعة من التقارير مشاهدينا هي رح تكون أبرز فقراتنا في حلقتنا لليوم من صباحنا غير ومثل ما ذكرنا فقرتنا الأولى رح تتناول من الجانب القانوني الحقوقي وأيضا الإنساني والاجتماعي كل موضوع الحق في التعليم وطبعا هو يعتبر حق أساس وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص الحق في التعلم في هذا المحور ينضم إلينا نصرين حمسي جبارين أهلا وسهلا فيك نصرين نصرين طبعا حضرتك مستشار تربوي ومعنا المحامل مختص في القانون الجنائي الأستاذ مراد الفرع يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم أستاذ مراد أبلش بالحديث مع حضرتك ونعرف المشاهدين مثل ما أنا ذكرت نتحدث عن قانون أساس وهو الحق في التعلم هذا الحق هو حق أساسي ولأهميته ليست فقط القوانين الداخلية لنصت عليه إنما الأمم المتحدة وكل المعاهدات الدولية التي وافقت عليها أغلب دول العالم بأن التعليم هو حق أساسي واليوم يتم تقديم الدول وتطورها من حيث تطبيق هذه القوانين حق التعليم هو حق أساسي وطبيعي لكل طفل أن يطلق التعليم أن يتم أن خلاله إرساله إلى المدارس حقه بالتعليم والتزود في العلم وفي عندنا في الداخل أنه قانون التعليم الإلزامي الذي ينص ويحمل المسؤولية أن كل طفل يجب أن يكون في إطار تعليمي بين سن ثلاث سنوات لسن إتناشر سنة يعني من الحضانة إلى صف 12 وكل الأطفال الذين لديهم إعاقة ينص عليهم القانون يجب أن يكون في إطار تعليمي من سن ثلاث سنين لسن واحد وعشرين سنة والقانون أبعد من ذلك أنه في عندنا مسؤولية قضائية وملاحقة قضائية على كل أهل لا يتم إرسال أبناء في إطار تعليمي أنه تتم ملاحقة قضائية وحسا إذا قاموا في عدم هذا الشيء نعم يعني أستاذ مراد رح نتحدث أيضا عن مضمون هذا الحق رح نتحدث عن انتهاك هذا الحق أيضا للأطفال ولفئات أخرى بالمجتمع ورح نسمع من حضرتك قدش فعلا في قضايا عم توصل لأروقة المحاكم في هذا الموضوع نسرين رح نتناول الموضوع مع حضرتك أيضا يعني بدورك كمستشارة تربوية وأيضا بما أنه إحنا بشهر المرأة نحن نتحدث عن انتهاك هذا الحق للمرأة ولكن بداية بما أنه ذكر أستاذ مراد شريحة الأطفال قديش مهم ومن رؤيتك وخبرتك ولماذا أيضا من المهم جدا من جوانب عديدي أن يكون الطفل موجود في هذا الإطار التربوي والتعليمي طبعا أنا مش رح أعيد على الحكاة أستاذ مراد كل قضية هذا الحق إيش أبعاده؟ شو أهميته؟ شو نروعيش بنعكس على الإنسان مش كونه بس حق اللي أنا بدي أخذه طبعا نتمنى وراء الحق شو فيه الدوافع لتطبيق هذا الحق في حياتنا الإنسانية بغض النظر عن كون الإنسان هو ذكر أو أنفى فخلينا نتناول الحكاة حق أنه أش بكسبنا غير القيمة اللي هي منسميها العلمية اللي فيها تطوير مدارك التفكير عند الإنسان وإكسابه المعرفة والثقافة الجانب النفسي والاجتماعي يعني النفسي عمليا قدي بنعكس على هذا بنتطور الطالب الإنسان بالإضافة للجانب الذهني للجانب النفسي والاجتماعي كونه أنه عمليا كل ما الإنسان اكتسب معرفة كل ما زاد عمليا رضا عن ذاته كل ما زاد تقديره لنفسه كل ما حس كمان بالضرورة أنه كمان المشاركة من ناحية اجتماعية في أي شو اكتسب شو أعطى فعمليا إذا إحنا أدركنا الحق هذا كقيمة في الأساس اللي هي مستمدة من قيم نسميها أخلاقية قيم حتى أنا بتسميها دينية في الرسالات السماوية أيا كانت كانت البداية هي حث على التعلم فنخذ على سمنها في البدء كانت الكلمة خيل من هنا وفي القرآن الكريم كانت اقرأ فكانت كواجب وكانت واضح جدا على أنها فريدة على كل إنسان بدون أي تمييز إذا كان ذكر أو إذا كان ذكر نسرين قبل ما ننتقل هيك لأكتر نتعمق بموضوع حق المرأة أيضا وقديش على أرض الواقع يمكن يتحقق هذا الحق نبقى بالمؤسسات التربوية قديش من اطلاعكو في نسب الأطفال اللي هي يمكن مش موجودة بهذا الأطر أو إذا بنا نحكي كل موضوع التسرب من المدارس وعدم يمكن دمج الأطفال في مدارس أو أطر أخرى طبعا الظاهرة تعرف زي ما ذكرت عفا في ظاهرة تسرب في عنا حالات التسرب اللي إحنا نسميها التسرب اللي هي يعني ملموسة وعلنية ظاهرة العيار وفيه تسرب اللي هو حتى ممكن إحنا ما منشعر فيه اللي هو التسرب اللي الطالب ممكن بيجي على المدرسة بس هو ما بيكتسب أي إشي من المدرسة يعني ممكن إنه يجي ما يفوتش على الحصاص ممكن إنه ما يشاركش ما يقومش ما يقومش باكتسب المعرفة فهو لا يقل خطر هذا الإنسان عن وضع الإنسان كمان اللي ما بيجي على المدرسة الحالات هي إننا نسميها مش كتير كبيرة حسب الإحصائيات لأنه بتمفي إلها متابعة واليوم في عنا أشخاص اللي ينمسؤولين في داخل إدار يعني جهاز التعليم وخارج جهاز التعليم في داخل المدرسة طبعا من محلي أنا كمستشارة والمربي وكل الإطار نفسه وخارج إطار التعليم بما يسمى ضابط الدوام اللي بيكون بعد هذا القضايا لحد ممكن إنه نلجأ لها أنا ما بتذكرش لليوم إحنا ممكن لجأنا في حالات اللي نسميها يعني محدودة جدا ما كانش حدد حالات كبيرة إنه لجأنا فيها للقانون وإدخال القانون اللي فيها تم متابعة بالفعل أهل اللي يقوموا طبعا بإنزامهم بإرسال أولادهم للمدرسة بس ممكن اليوم إحنا كل قضية يعني اللي صاري شوي يعملنا ضو أحمر هو كل قضية تدني الدافعية للدراسة عند الطالب فممكن كمان تولد عندنا حالة من التسرب عشان هيك مهم جدا ملاحقة ومعالجة هاي الظاهرة كل ما يكون في إنها تصل لهذه المرحلة اللي هتأدي لتسرب صحيح ومهم جدا يكون وعي يعني أيضا من الأشخاص المهنيين وكذلك من أولياء الأمور في هذا الموضوع أستاذ مراد من اطلاعك أيضا على هذه القضايا على مدار يعني الأعوام شو منعني أو شو هي أشكال انتهاك هذا الحق الأساسي إن كان عند الأطفال أو شرائح أخرى من المجتمع الانتهاك هو الإشي الرئيسي فيه هو عدم التعليم عدم إرسال الطالب إلى المدرسة وإطار تعليمي هذا هو الانتهاك الرئيسي اللي كيف حكت الأخت المستشارة هو إنه الحالات اليوم هي ضئيلة عندنا في منطقة الشمال أما الحالات هي كثير أكثر في الجنوب والقرى الغير معترف فيها وفيه كمان حالات في القدس العربية للأسف في العدد هناك في إزدياد في أنه تسرب أو عدم إرسال الفتيات أكثر الفتيات من الشبان في التعليم والدراسة ففي هذه الحالات كيف حكتنا المستشارة بداية يبدأ الموضوع عن طريق المستشارة عن طريق ضابط الدوام في محاولة المتابعة الموضوع مع الأهل في حالة أنه الأهل لم يستجيبوا إلى كل هذه المحادثات وكل هذه الطلبات يتم تقديم دعوة إلى المحكمة وعن طريق المحكمة يتم إلزام الأهل إلى إيجاد إطار الهن تعليمي فإن الحالات هي عن جد ضئيلة ولكن كيف حكيت أنه في مناطق معينة لأسف مش بس ضئيلة عم تزداد وهذا برجع لعدة أسباب منها الفقر منها عدم الوعي منها كثير أسباب اللي بتمنع نعم أستاذ مراد يعني في مناطق معينة عسبي للمثال في منطقة النقب مثل ما حضرتك ذكرت إذا ننخذها كنموذج يعني تدخل يمكن أبعاد أو مسببات أخرى منها ربما أيضا البعد السياسي يعني افتقار هذه المناطق بما أنه هناك العديد من القرى غير المعترف بها لهاي الأطور وأيضا البعد الجغرافي بإرسال الأطفال أو حتى يعني الشبان والشبات كيف يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار في أروقة القضاء صحيح لحكيتيها الملاحظة حسب الأحصائيات الأخيرة أنه في هذه المناطق مع أنه في قانون التعليم الإلزامي لكن عدد الغرف التعليمية هناك ليست كافية للم وهذه الأطفال فالمشكلة هي ليس مشكلة أهل بالنسبة لنا كمان مشكلة كسياسي كوزارة معارف كسلطات محلية عدم تأهيل صفوف لكمية هذه الأطفال هذه المشكلة التي نواجهها في القدس الشرقية وفي الجنوب في القرى الغير معترف فيها فحتى لو الأهل يلتزموا في القانون لا يوجد غرف دراسة ومؤسسات كافية تستوعب هذه الأطفال والمشكلة تزداد في أن الأطفال التي لديهم أو النساء أو البنات التي لديهم مشاكل في الاحتياجات الخاصة والمشكلة غير تتفاوق أنه في لدينا كثير مؤسسات غير قائمة وكيف حكيتي البعد الجغرافي فهذه مشكلة لها أبعاد مش أبعاد بس ترجع الأهل إنما أكثر إلى أبعاد سياسية نسترين من هذا الموضوع كل موضوع التحديات وربما المعيقات اللي ممكن تكون موجودة أمام فئة معينة تواجهها بما يخص موضوع الحق في التعليم إذا نتحدث عن المرأة إيش برأيك المعيقات والتحديات اللي بتمنع فئات معينة من أن يستحقوا هذا الحق الأساسي وهو التعلم الإنسان زكرا نذكر ولأنتها كل قضية الرغبة والتعلم هي موجودة عنده إشي غرائزي يعني موجودة عنده الإنسان عنده رغبة للتعلم فالمرأة هي بتحب لا شك أنها عندها هي الرغبة أنها تكتسب قدر الإمكان من هذا العلم بالأخير عشان تحقق ذاتها اللي صارت إن هي المعيقات تعني سميها فالعائق ولو مرة كان ذاتي من عند المرأة العائق هو بالأساس اجتماعي ولا شك أنه بدي أثر على المرأة وعلى قرارها في كل قضية التعلم وإكمال تعليمها أو إيش الدور اللي هو بدي تأخذه فللأسف أنه دور المرأة هو يتشكل نتيجة تصورات المجتمع للمرأة في وضع الأدوار الاجتماعية المختلفة وهي بدها عمليا تتماهى مع هذا الدور مع أنه هذا الدور مرات كتير ويتناقض مع احتياجاتها الذاتية فالاحتياجات لأنها هي لا تختلف عن الاحتياجات لأي إنسان كان فعندها احتياج للعلم احتياج للتحقيق الذات احتياج للتطور وللتقدم بس للأسف هذا كتير بيجي بصراع وبالذات مع الدور اللي هي عارفة في دور عنا لا شك احنا ما منيجي احنا ننفي الأدوار الطبيعية أو نسميها البيولوجية منها دور الأمومة اللي بدها تكون بممارسته بس للأسف المجتمع ويمكن أنا هون شوية بدي أحكي شوية بحال إنفعال وتأثر لكوني إن أنا بواحدة من الشريحة هاي اللي في عنا هذا الشعور اللي لا زال لحد ديت اليوم وإحنا في القنة الواحد وعشرين نطرح قضية اللي هي كان المفروض منها إنه إحنا يكون في وضعية مسميها من الحرية ومن المساوى ومن العدل حسب مش كشكل قانوني اللي أنا عم باخده أو كأنه شكل من أشكال الاستجداء أنا عم باخد إشي اللي هو يعني بعمطوني ياكا إشي اللي هو زيادة ما أنهو إشي أساسي أنا لازم أحصل عليه كمرأة فالصراع اللي بيقوم عند المرأة في كل هذا الموضوع من هاي الناحية اللي هون معيق بيصير حتى معيق نفسي مرأة كتير الشعور بالمسؤولية اتجاه طبعا الأسرة فمن هون يمكن أنا هذا الصوت اللي بدأ طلب إحنا التغييق القانون قائم للشكل بس قبل ما نفرد القانون لازم القانون عمليا أجا مش من محل كأنه هو بده نتيجة صراع بالعكس نتيجة لازم يكون فيه عمليا أرض خصبة اللي هو المجتمع اللي هيئ كافة الظروف للمرأة إنها تتقدم وتتطور وتقديم لإلها تقديم لإلها هذه الفرصة عادة إحنا المقولة عنا بتكون وراء كل رجل عظيم إمرأة أنا هم بدأ أكملها أو ده أقول مقول إذا هي من عندها أو يمكن غيري حكاها وراء كل إمرأة عظيمة ومجتمع عظيم المفروض أن يكون يكون في دعمها وإعطاءها هاي الفرصة وعمليا هنا يعني الرجال كمان في دوري إنه بدهن المرأة تكون شريكة لإلهن وهن الأكتر للأسف لأنهن في محل صنع القرار عمليا هن يبادروا بهذا المحل كمان لتغيير في الأسليب التفكير وفي النهج الاجتماعي اللي كان متبع لسنوات طويلة اللي خلى المرأة في هاي الحالة من الصراع النفسي والاجتماعي في تحقيق ذاتها وتحقيق دورها يمكن أنا بتأكد بتكون فيه أكيد أسئلة كمان موجهة لأستاذ مراد في كل ما يتقاع لك في المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الأكاديمية داش يتمنح كمان للمرأة في محل معايا تفضيل مصحح أو طلي فيه تقدر بالفعل إنها تقدر تمارس لأنها كونها هي مش رح تتنازل عن حقها لا في الأمومة ولا في التربية ولا بالتنشأ الاجتماعية داش ينعم بيوفره للمرأة هاي الإمكانيات عشان تقدر في الأهالي أن تحمل حالة من التوازن صحيح وكتير مرات لما منقول هذا اختيار المرأة ما بيكون اختيار بحث يعني يمكن يعود إلى موضوع الضغوطات والتحديات اللي بتواجهها لأنها هيك موجودة تحت أو في أكثر من دور أستاذ مراد تعليقك أيضا على هذا الموضوع بالنسبة لكيف حكينا أنه حق التعليم هاي الحق أجاح ليش تموا حق أساسي لأنه إذا هذا الحق ما كانش عند المرأة فبتقدرش هي إنه الطالب بحقوقها الأخرى فكيف إحنا بدنا يكون عندنا تمثيل في المؤسسات الحكومية إذا المرأة لم تكن متعلمة كيف بدنا نطبق قانون المسواة في فرص العمال إذا المرأة لم تكن متعلمة كيف سوف نحمل مرأة الحامل من الفصل إذا لم تكن متعلمة فحق التعليم هو الأساس لتطبيق القوانين الأخرى وجاءت أدة قوانين اللي هي من أجل حماية هذه المرأة مثل قوانين المسواة في فرص العمال القوانين الحماية لأمرأة الحامل قوانين حق التمثيل ولكن كيف حكيت هنا الأخت المستشارة أنه مثل الجامعات مثل لم تعطي حق زيادة على المرأة أنه أخذت فيه أمور ثانية اللي مرأة قد تعيقها مثل تربية الأطفال مثل البيت مثل حق الأمم وعملتها بشكل مساوي مع الرجل فهذا أدى بالتراجع إلى إيش نسبة التعليم صحيح نحكي أكثر أديش المرأة كمان في عليها مسؤولية ذاتية في هذا الموضوع نسرين أستاذ مراد أرجع مع حضرتك لموضوع المنالي يعني فيه إحقاق هذا الحق لكافة شرائح المجتمع حق التعليم حق التعلم حق التعليم كيف حكيت هو مش بس للمرأة هو لكل طفل وكل شخص هو حق أساسي وطبيعي وكيف حكيت يتم تقييم وتطور الدول المتقدمة حسب تطبيق هذا الحق وهذا الحق هو يعني كيف حكيت الاستشارة نحكي عنه في اليوم إنه كأنه لا يتم تطبيقه هذا الحق يعني فيه تفكير يجب تطبيقه بداية من ثلاث سنوات المرأة هنا إلى حق في التعليم لأنه حق التعليم هو بداية لمواصلة كل ما يتعلق في إجماع الحياتها من ناحية الجامعة من ناحية التربية من ناحية الفرص العمل من ناحية المطالبة بحقوقها إذا المرأة لم يكن عندها تعليم لا تستطيع تربية الأطفال فهذا الحق هو حق أساسي الذي يجب أن يكون أساسي في كل طفل صحيح وبالذات عند الأطفال أستاذ مراد وبشكل خاص في اليوم العالمي لحقوق الطفل يتم التطرق بشكل جاد لهذا الموضوع سؤالي لإلك بما أنه تحدثنا أيضا عن الإعلان العالمي وبطبيعة الحال في معظم الدول أيضا يعني هناك هذا الحق الأساسي إلى أي حد هناك انتهاكات أيضا على مستوى العالم أو في البلاد لهذا الحق وأديش في دور للمؤسسات التي تعنى في موضوع حقوق الطفل والإنسان وفعلا بتأخذ هذا الموضوع على محمل الجدية للأسف اليوم في الدول العربية وخصوصا العراق واليمن وكل الدول فيها حروب أهلية وكل منازعات حسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة أن هناك تسرب وانتهاك في التعليم يعني مثال على العراق 26% من نسبة الأطفال بروحهم للمدارس بينما كانت العراق في سنوات السبعينات في الدول المتقدمة في نسبة التعليم هذه النزاعات الدولية والحروبات الأهلية وخصوصا في الدول العربية والدول النامية في عندنا ازدياد ملحوظ في التسرب وأكثر عند المرأة وعند الفتيات لأنه من عادة طبيعة الإنسان العربي إذا وضع الماد يسمع فأولاً يعتى أولوية للشاب وليس للفتاة فعشان هيك الفقر والنزاعات والمعاهدات الدولية بتحاول أن تفرض تطبيق هذه القوانين ولكن عشان تطبيقها لجب أن تكون مؤسسات في هذه الدول للأسف الدول المتنازعة والدول النامية لا يوجد أي مؤسسات التي تحاول تحارب هذه الظاهرة صحيح وكأنه هيك الأولويات تختلف يعني في حال وجود هذه النزاعات أو الحروب مع الأسف الشديد نسرين ذكرنا في كل ما يخص موضوع حق المرأة أيضاً والفتيات في التعلم وذكرت مصطلح الحق في صنع القرار وهون كمان بنرجع لموضوع أديش في هذا المكان أديش في هاي الثقة أن المرأة بإمكانها أن تكون متواجدة في هذا الحيز وبنفس الوقت أديش فيه مسؤولية ذاتية على المرأة أن تحاول تنتزع هذا الحق أو هذا المكان أنا أبدأ من الآخر نعطي مثال على اليوم إحنا في كل ما يتعلق في الانتخابات السلطات المحلية هاتوا نسأل سؤال هنا في الداخل بما نروح للدول العربية والدول المجامرة والعالم نسأل حالنا شو نسبة التمثيل للنساء رح يكون في هذا هذا محل اللي هو فيه بالفعل صنع قرار صنع قرارات جداً مهمة نتوسع للدوائر الأوسع اللي هي السلطات مش بس المحلية السلطة بشكل عام في كل محل اللي هو سلطة قضائية سلطة شرعية وجود المرأة لا شك بدي يكون في قلو تأثير كتير كبير في صنع أي قرار اللي هو بدي عملياً يمثل هاي الشريحة فهنا الأهمية إنه بالفعل إنه نيجي اليوم كل مرشح إلى سلطة محلية إذا كان هل يضمن لمرأة تمثيل مرأة النسائي اللي هو بالفعل أمطي لهاي الشريحة المكاني ويعطيها عملياً باتخاذ القرار إذا بدأ أخذ على مستوى عالمي حتى من الإحصائيات اللي هي للأسف كمان بعدها لليوم إحصائيات اللي هي مجحفة جداً في حق المرأة يمكن الدول اللي هي بعدها بتعطي أكتر نسبة لتمثيل في صنع القرارة المرأة هي الدول الإسكندنافية اللي هي بتمثل للأسف بكل الأمور من كل الأسف بالعكس إحنا بدنا نكون هي إحنا قضوة كمان نقتد فيها مينما في مجتمعنا ممكنها تمارس يعني فيش إشي يمنع زي ما حكينا للأسف أنه بعدها معيقات هي لأكتر الأقل معيقات فكرية اللي هي متجذرة في عقولنا اللي إحنا بنرفض لأنه يمكن بمحل معين بدناش تأدي لخسارة بالذات من جانب المجتمع الزكوري ففي الدول الإسكندنافية نسبة الأعلى 40% في نسبة صناعة القرار في الدول الأوروبية ما يقارب الثلاثين بالمئة وفي العالم العربي للأسف ما يقارب الثلاثين بالمئة بعده في صنع القرار فإحنا لا يقل وضعنا للأسف سوء عن الدول العربية في هذا المحل نسبة جدا ضئيلة يعني اليوم أنا بتمنى أسمع أنه راح تكون فتاة وحدة اللي هي مرشحة في سلطة محلية أعطيك على سبيل المثال يمكن شوي مطلع مرات أنا في داخل حتى المدرسة اللي بشتغل فيها كتير بشجع الفتيات إن هنا يترشحوا لرئاسة مجلس الطلاب وهونا أجينا لدركة دور الفتاة ففي الحديث اللي بفوت فيها مع الفتيات الفتيات كتير عندنا المعيقات مرات بتكون ذاتية من أفكار للأسف النمطية اللي هي أخذتها من بره وعمليا آمنت فيها هي وبلشت تتصرف حسب هاي اللي بأنه فيها عندها رغبة من جوة بس بيكون المانع عندها إنه مش رح يتقبلوني ومحلي معين إنه أنا مجبورة في ضغط علي شديد من قبل الأصدقاء من بره إنه لأ المرشح لازي يكون شي فيه شاب مرات كمان حتى يعني شوي هيكل إنه كي بدي يكون الاحتفال إحنا بنقدرش إنه نحتفل فيكة ونأرجو إحنا من يعني لأنك كونك فتاة بينما الشاب بنقدر نحملوا عكتافنا بنقدر نكمل حتى هاي الأمور الشكلية نوعا ما وكأنها هيك بتتذوت كأفكار بس هي فيها للأسف أبعاد كتير خطري جدا يعني إذا الفتاة ذوتت هالتفكير بكرة هي بدأت روحها الجامعة في الجامعة ممكن كمان تتاح لإلها فرصة إنها تتبوأ منصب زي رئاسة مجلس الطلاب في الجامعة فكمان نفس الإش هي بعدها رح تتصرف وفق هاي العقلية أو هاي الممارسة اللي كانت عليها اللي هي أرجأ يعني جدرت جواتها هذا التفكير وصارت تتصرف وفقه فكرة في البيت كمان في كل قضية تولي يعني الأمور الإدارية أو الأمور اللي هي رازم تكون مسؤولة عنها كأمرأة وبالذات إذا كمان كانت تشتغل في كل قضية تقرير إنها تقرر فيما يتعلق في الأمور الاقتصادية في الأمور التربوية في كل الأمور والأمور الاجتماعية تأخذ قرار هي دائما بتضدها شعور بالتبعية فمن هون إحنا يعني عمليا نرجع للتربية وعمال التربية ومسؤولين عن التربية البيت بالأساس ويمكن هون رسالة للفتيات مهم جدا أنها تتوجه وللنساء إنه النساء هني نفس هني التغيير بيبلش من الإنسان ومن الثاب نفسنا إنه إحنا إذا أمننا بهذا الحق على إنه هذا حق طبيعي لإلنا كفتيات طبعا أنا متأكد نضالنا بيكون أكبر وبيكون أكثر من محل ما منستسلم لأنه أي تغيير عمليا بدي يطلب مننا لا شك صبر يطلب مننا نضال يطلب مننا لأنه إحنا مقامنين هذا حق لإلنا مش إشي إحنا عمليا نستنى تيُعطى لإلنا فإحنا لازم نمارسه كحق أستاذ مراد بما أنه تحدثنا عن حق أساس يعني بكلمات أخرى هذا واجب الدولي وواجب جهاز القضاء أيضا يعني الاهتمام بأنه يطبق على أرض الواقع بدنا نسمع منك العقوبات اللي ممكن يعني أن تحل في حال يعني أثبت أنه فيه هناك أطفال لمش عم بنالوا هذا الحق وأيضا نضطرق لتطبيق القانون في البلاد وهل هناك شكل من أشكال التمييز تجاه الفلسطينيين في البلاد في هذا الموضوع بداية كيف حكينا أنه القانون التعليم الإلزامي هو بنص كيف حكينا من ثلاث سنوات لثمانتاشر سنة والاحتجاجات الخاصة من ثلاث سنوات لواحد وعشرين سنة تطبيق القانون يتم تطبيقه ولكن لتطبيق هذا القانون لاجب أن تكون شكوى شكوى بداية من المؤسسة التربوية أو عن طريق المجلس المحلي للأسف أننا للأسف كمان مرة استهتار بعض المؤسسات أنه بشوفوا التسرب مش كمشكلة اللي ممكن إحنا نوجه لها شكوى ونتعامل معها ولكن أنا بحكي لك في الوسط اليهودي أكثر في قضايا ليش؟ لأنه تم تحويل هذه الملفات إلى المحاكم ويتم مواصلة البحث فيها في عنا في المجتمع الفلسطيني أنه كيف حكيت أنه فيه تسرب ولكن المعالجة هذا التسرب تصلش لحد أنه تقديم شكوى بحاولوا محاولات بداية بسيطة عن طريق الأهل عن طريق ذابط الدوام عن طريق المجلس وشوي شوي بحاولوا أنه الموضوع ما يصلش المحاكم كانت حالة أو حالتين اللي وصلوا المحاكم اللي تم فرض عن طريق أمر عن طريق المحكمة بأنه إرسال الأطفال إلى المدارس وتم أنه في حالة عدم تطبيق هذا الأمر سوف يتم حبس الزوجين وبالفعل الأهل لم يتطرقوا أنه وصلوا للحبس أنه تم طبيق هذا أمر المحكمة أنه إذا تصل الشكاوى إلى المحاكم المحاكمة في إعطاء الأمر في أنه يجب إرسالهم ولكن يجب إيش؟ الوصول وتقديم الشكاوى صحيح وحضرتك ذكرت مسبقا أستاذ مراد يعني شريحة الأطفال يمكن مع احتياجات خاصة أو كل من هو موجود في دائرة التربية الخاصة لجيل الواحدة وعشرين هو التعليم الإلزامي هل هناك فعلا يعني توصل لأروقة المحاكم هيك قضايا في انتهاك حق هذه الشريحة ربما المستضعفة بدأ أسميها الأسف الشريحة اللي بتصل للمحاكم هي أكسية أنه المؤسسة تشتكي على الأهل في عدم تطبيق أنه المؤسسة بدأت تأخذ الطفل تحطه فيه في مؤسسة احتجاجات الخاصة ولا سبب لعدم الوعي الأهل برفضوا أن يكون ابن هين موجود في مؤسسات هذا يعود أيضا إلى هيك العالي المعي اجتماعي أنه بنيش تطلع على ابن هين كابن أنه معاق أو عنده إعاقة معينة فالفتصال الملفات تصل للمحكمة هو فرض على الأهل قبول وجود ابناء في هذه المؤسسات فدائما الأهل بحبوش يشاركوا ودائما في عنا أنه بحاول إقناع الجهات أنه لا ابن هينو موجود ليس بحاجة لمؤسسة خاصة إنما بحاجة إلى مؤسسة تعليم عادية فهي الأسف وكأنه ما زلنا هيك ننظر أنه تواجد الطفل مع الاحتياجات الخاصة في هذا الإطار نسلين وكأنه وصني تعارض في الدليل كوني ممكن أنا اشتغلت مع الشريحة في الماضي للأسف بدي هنا أشارك القضية إنه الإحتياجات الخاصة كل ما يتعلق بموضوع الاستغلال المادي لإلهن إحنا منعرف إنه فيه للأصحاب الأعاقات أو إحتياجات الخاصة مخصصات مخصصات دخل اللي هي هدف هاي المخصصات عمليا إنها تخصص لتطوره لإحتياجاته بينما يتم استغلالها للعائلة لإحتياجات العائلة الخاصة طبعا إحنا ما منقدر هنا ننكر إنه فيه ظروف اقتصادية لشك صعبي هنا لازم يلعب دور كمان لكل وضعي ما يتعلق في الموضوع الفقر ومحاربة الفقر لأنه إحنا منعرف جزء كبير من الفقر هو يؤدي لعمليا إنه الإنسان ما يحصل على حقه بالتعلم وهون جدا مهم عن جدا إنه نشدد هاي قوضية إنه ملاحقة العائلات من محال إنه توفر لهدول الأشخاص احتياجاتهن من عملية الإشي اللي عم بحصلهم من المخصصات اللي هي من حقهم الطريق لتأمين مستقبلهن بشكل أو بآخر نسمع منكو كلمات أخيرة أستاذ موراد قبل شمع حضرتك رسالي بتحب إنك توصلها إنه لا شك إنه في هنا إجحاف بحق النساء ولكن كيف حكتت هنا حكينا إنه لاجب إنه المرأة هي تطالب بحقها قد يشفيه إنه قوانين لحمايتها لكن إذا المرأة لم تطالب في هذا الحق وتختار هذا الحق فالشي برجع بداية إلى المرأة عندك حقوق استغليها وطالب فيها شكرا على هاي المقولة نسرين أيضا أنا بتألخصها أجت في بال استحضرت البيت الشعر حافظ إبراهيم الأم مدرسة إذا أعدتتها أعدت شعبا طيب الأعراق فباختصار إحنا دائما نحكي شعرات المرأة نصف المجتمع وأنا أقول إن المرأة هي كل المجتمع شكرا لحضوركم معنا في هذا الصباحك ولطرح هذه القضية بشكل جدا مهني وإنساني المحامي مراد مفرع والمستشارة التربوي نسرين حمصي جبارين شكرا لإلكوا يسعى صباحكم هكذا مشاهدينا رح ننتقل إلى فقرة عين الكوميرا وهي المرة مشاهد جميلة من بلد الترعان ونعود للاستوديو وخليكم معنا اشتركوا في القناة 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 طبعاً اشتركوا في القناة 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 طبعاً اشتركوا في القناة 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 وتبين أنه في عنده مشكلة في القلب التي هي عبارة عن تضخم في عضلة القلب وفشل في وظيفة القلب فبهالحال الأطباء قالوا بما أنه في مشكلة عند فرد من العيدة لازم قلت العيدة مع الفحوصات الطبية للقلب متأكد إذا هالإشي وراثي ولا لا وخلال الفحوصات تبين أنه أنا في عنده نفس المشكلة عند أخوي لكن كانت في مرحلة بداية أخوي كان في مرحلة متأخرة جدا فهالمرحلة كانت أنه أنا من نقطة بداية فمليح أن الإشي يتم تداركه من خلال العلاجات الأدوية وهذه الأمور بينما أخوي كان أغلب وقته في المستشفى وتم وضعه مباشرة على لأحة الانتظار لزراعة القلب لكن طبعا نصيبه يعني ما وجد قلب فتوفى في عام 2004 خلال الانتظار بعدما كان أيضا مقرر يجرؤ له قلب استناعي لكن طبعا قدر الله عز وجل سبق كل شيء وطبعا رغم أن أخوي كان في حاجة لزراعة قلبه كان بالانتظار بنفس اليوم نتوى يعني توفى يعني بعدما روحنا على البيت تتصلوا من المستشفى بأمي وهي يعني أكدت لهذا الإشي كابل بعد الأمسية ما كنت عارف كابل الأمسية كانت تتصلوا لي أنه يسألوني هل إحنا مستعدين نتبرع في قرنياته يعني تخيل أخوي كان في حاجة لزراعة عضو بيدو حدا يتبرع له أو بنفس الوقت أمي طبعا ما ترددت أنه تتبرع في القرنيات بتاعة أخوي يعني أخوي كان في حاجة يعني أنقذ إنسان معين في قرنيات وبهذه المرحلة فطبعا تجوزنا المرحلة بعد ثلاثة أشهر من وفاة أخوي طبعا وضع الصحي تدهور ودخلت المستشفى وأطباء قالوا إحنا ما بدنا السيناريو تا أخوك يتكرر فمن فضل تسافر خارج البلاد فكان مقترح عدة دول من هذه الدول استقبلتني واستعدت استقباله كولومبيا صفرنا على كولومبيا للذهاب والبحث عن قلب يعني في أمريكا الجنوبية بآخر الدينة تقريب 16 ساعة صفر بسبب قلة التبرع في الأعضاء في بلادنا طبعا باعتبارات سياسية دينية وقومية فيما لا نسبة معين إلى قلة التبرع في الأعضاء هون فتوجهت على كولومبيا هناك وتقريبا ما كثت تقريبا شهرين ونص وانا في انتظار قلب مناسب وملائم حسب فصيلة الدم حسب الطول والوزن وما إلى ذلك وهناك طبعا كنت يعيش بمراحل صعبة بين التعب والإرهاق والتنقل بين الفندق والمستشفى وما كان الإشي بسيط أبدا وكانت تقريبا أسبوعيا في وفرة في الأعضاء هناك لكن مش سهل يكون الإشي مناسب لإلي يعني طبعا مرة يكون القلب سليم مرة يكون يعني في مشكلة معينة يصاحب يكون عنده مرض مش عارف شو فبعد طول انتظار تقريبا شهر ونص من الدعوات والأمال المعلقة حتى نجد هذا القلب توفر ذلك بعد ما كان وضع جدا سيء بعد ما كان قل يعني أنا اسمي قد عمم على كافة الولايات في كولومبيا بسبب أنه في كولومبيا طبعا في ثلاث ولايات تزرع على الأعضاء فكل ولاية لها مناطق نفوذ معين لتلقي الأعضاء فأنا خلال موجود في هاي الولاية حالة الصحية تدهرت فتم تعميم اسمي على كافة الولايات وبعد 16 ساعة وجد قلب في ولاية أخرى فقام الطبيب الجراح بالتوجه بطائرة خاصة إلى الولاية التالي الثاني بعيدة ساعة بالطيارة لفحص القلب حمله بالسيدانيت اللي هي مبرد يعني ويجاب لي على المستشفى أنه أنا كنت كانوا صوروا مجهزين ورشة العمليات وزارة عليها ألف حمد الله على سلامتك أناس يعني أناس هكب شوي نحكي عن دعم العائلي ومجرد يمكن تواجدك في قائمة الانتظار بالذات مع الأسف بعد يعني مروركو في هاي الأوقات العصيبة وفقدانك أخوك العزيز وفلذة كابتكو كيف كان يعني هذا الانتظار قديشش عن جد كنتم متشبثين بالأمل يعني ألف حمد الله على سلامتك أنك هيك اليوم في هاي الحالة الممتازة طبعا الحمد الله ليش ما كان بسيط جدا خاصة أنه يعني وفات أخوي جاءت بعد وفات أبوي برضو بخمس سنين فكانت عائلتنا في حالة صعبة جدا طبعا مش بسيط يعني خاصة على إمي يعني أنه بعد فقدان أبوي أخوي مرض تقريبا وأنا بعدها كان وضع الصح صعب جدا فكان هو ابتلاء من الله عز وجل يعني فكانت الرضا فيما كتبه الله لنا عز وجل يعني كان إشي عامل مهم جدا أنه نحافظ على ثباتنا وعلى إيماننا أنه الأمل موجود ويمكن كل شيء يتغير ويتحسن لإشي صح فهي الفترة يعني عشنا ظروف صح صعبة نفسيا لكن كانت قوية في الأمل وكبيرة جدا ورغم أن كثير أنا خسرت شغلات اللي أنا كنت أتأمل يعني كانت طموحاتي وأنا صغير مثل اللي كنت مثلاً حابب أكون لعب كرة سلية أنا كنت لعب كرة سلية وأنا صغير طبعاً لما قالي الدكتور وقف في تغاشة العالم طبعاً حسيت أنه الحلم زال نهائياً يعني خلاص معقول زي مكيت مروح من الفحص من الدكتور وشايف غرب الشمس وتاكد الحلم يعني يغرب انتهى يعني فلكن يعني رغم زوال هذا الحلم وزوال كثير يعني أسباب تقيدت فيها ما سمحت لي أن أقوم أشياء ممارسة أمور أخرى لكن يعني بفضل الله يعني بعد الزراع يعني عودت لممارسة حياتي بكافة أشكالها والوار نشكر الله وهيك في كتير قصص بالحياة وكأنه بلحظة يعني تنقسم حياة الإنسان ما قبل وما بعد هذا الحدث ويمكن هيك تختلف الظروف رأساً على عقب ألف حمد الله على سلامتكم نداء دي أرجع معك لأي الأمسي اللي أقيمت مؤخراً نسمع منك عن أهدافها ليش قررته بمجموعة مبادرين تقيموا هاي الأمسي الأمسي أقيمت من ضمن سلسلة نبضات شبابية اللي كان هدف منها حرفياً رفع الوعي في كثير قضايا في مجتمعنا اللي مجتمعنا مش كثير واعي لإلهان واحد من الاقتراحات اللي أجا من واحد من الأعضاء كان عن التبرى بالأعضاء فشفنا لما نحكي عن الموضوع كان فيه تفاعل كثير كبير من الأعضاء نفسهم إنه كل آياتنا بدنا نعرف لأنه إحنا نفسنا مش عارفين شو مع التبرى بالأعضاء شو النظر الدينية عن الموضوع وإذا مسموح وكيف بتم الإشي وقدرش بيأثر على حياتنا أو طبعاً زراعة النخاء العظمي لما شفنا الإقبال من قبل أعضاء المجموعة حسنا أنه برضو هذا الإشي المناسب نعمل برضو من المجتمع لنقصهم كثير معلومات وفعلاً بدنا وحكينا مع ناس يعني مع ريمو مع أناس عشان التجارب الشخصية حكينا برضو مندوبة عن جمعية آدية على أساس برضو نسمع كيف الإشي بتم من ناحية طبية ومن ناحية من ناحية سياسية عن كل وبرضو حكينا مع الدكتور شيخ رائد فتح اللي أجا حكي عن الجانب الشرعي من الموضوع عشان كثير الناس عندهم أسئلة إذا ما سموح ولا لا شفنا أنه موضوع ببساطة كثير كثير مهم وكثير مغيب وكثير من نسمع مرة بل أنه حد أحتاج ومش عن جد من نعمل إشي مع الموضوع يعني كلها تسمعنا قصة أنس وإحنا صغار كلها تسمعنا قصة ريم ومش عن جد من نعرف تفاصيل عن الموضوع هاي أول مرة من يجي ونفهم كيف الإشي تم يعطيكو ألف حافي ريم هيكا يعني من تجربة أنس وكأنه ذكرنا هاي اللحظة وهذا الحدث اللي بيقسم حياتنا نوعا ما لمرحلتين ويمكن تختلف الاهتمامات تختلف رؤيتنا تجاه كتير أمور بالحياة بشو اختلفت ريم ما قبل يعني هاي الأزمة الصحية وما بعد ما تعفيت شوفي أنا ما قبل يعني ما مردت أنا كنت كمان نشيطة اجتماعيا وفعالي جدا في إطار جمعيات مختلفة فكان زي مفهوم ضمنا إنه هاي الطريق اللي رح أمشي فيها مبين كل حياتي بس بجزء مواضيع بتختلف فلما كنت مريدة وأخوتي وعائلتي عندهم الحملة عشاني فهم يعني في جملة هيك حكالي إياها أخوي بكل أنت بس طيبة مشان تعمل الجمعية فبعلا هيك صار إنه تكملي في هذا المشروع فصرت حاسة إنه هيك لما أسمع قصص من حوالي بالنسبة لناس امراض ومش قاعدين بلاكو ونسمع المعلومات كمان عن النسب المئوية إنه في عنا تقريباً خمسين مريض عربي كل سنة اللي هم ما بلاكو متبرع من خارج العائلة إنه بس عشرة في المئة من هذول الناس بلاكو بالآخر متبرع بينما عند قوميات ثانية يعني مثلاً لمن يأخذ عند فئة عند اليهود البيض تسعين بالمئة بلاكو متبرع بينما إحنا بس عشرة بالمئة بلاكو متبرع فمن هون صار فيه نوع من حملان المسئولية تجاه مجتمعنا تجاه المرضى اللي موجودين في مجتمعنا وكواحد اللي أنا مركض في هاي الطريق وبعرف شو يعني إنه الواحد انعطط له فرصة ثانية بالحياة بعرف منيح كيف إنه اليوم أنا في عندي فرصة إنه أشوف بنتي بتكبر كان عمرها ستة شهر لما أنا مردت واليوم هي بصف الثالث فهاي أكبر نعمة أنا بحسها على حالي وبحب إنه أساهم إنه تنعطى لكما الناس الله يخلي لك إياها إن شاء الله دايماً هيك وترفقيها بكل أوقاتها الحلوة وأفراحة ريم سؤالي لإلك هيك بما إنه يعني اهتمامك الأول والأخير هو رفع الوعي بالذات في مجتمعنا تعي نحكي هيك سريعاً للمشاهدين قديش عملية الزراعة بداية هي سهلة اليوم مع تطور يعني العلم وهذا المجال بشكل خاص وأيضاً قبل الزراعة يعني كل موضوع لما نطلب إنه في حملة لفحص مدى المطابقة هي عملية جداً بسيطة صحيح الاندمام للسجل هو جداً بسيط بتم عن طريق أخذ عينة لعاب عينة لعاب هاي بتنفحص في المختبر والصفات الوراثية اللي بتتاخذ من عينة اللعاب بتدرج في السجل فلما البني أعظم بيكون مدرج في السجل خلص بكفي يعني إنه مرة واحدة يعتهي هاي العينة اللي بيغضر يعطي العينة أو ينضم لها السجل هو بين جيل 18 لجيل 50 سنة وبشرط إنه يكون بصحة جيدة وما عنده أمراض تانية أو أمراض وراثية التبرع نفسه بتم لما بلاكه تطابق بين المتبرع وبين المريض بتصلوا بالشخص بتستدعوا لإجراء فحوصات إضافية على أساس يتأكدوا إنه التبرع ما بدور كمان بصحته والتبرع جمالا ما بدور بالصحة اللي جمالا بيكون عن طريق الدم إنه أخذ دم من إيد وحدي كيف عملية غسلة الكلاب الدم إنه بيوصلوا هنا أنبوب وبالإيد الثاني وبأخذوا كمية جدا بسيطة من الدم من الخلايا الجذعية حين نسميها والدم برجع على الإيد الثاني فالكمية هي جدا بسيطة اللي بتتأخذ واللي هي تعوض خلال النهار بينما هاي الكمية الصغيرة هي بتاعت لبني آدم فرصة بالحياة تعطي حياة بأكملها شكرا على هذا التوضيح أنس يعني حكينا إنه هيك بعد المعاناة والصعوبات وبعد يمكن هيك الأحداث المؤلمة اللي مريتوا فيها بالعائلة أجت بشرة الخير والخبر بأنه هناك قلب لقينا يعني العضو اللي أنت بحاجة لإله ولكن مثل ما إحنا بنعرف يعني العملية بحد ذاتها مش بس إنه مركبة أيضا في صعوبة ما بعد أنه ممكن الجسم يرفض هذا العضو اللي تم زراعته كمان تحكي لي هون على الأجواء على القلق على هذا الهاجس اللي كان على اللحظات اللي فيها أنت دخلت للعملية ونوعا ما يمكن ودعت عائلتك لأنك رايح لمحل نوعا ما مش عارف بأي حالة صحية راح تخرج منه بالفعل يعني لما دخلت لغرفة العمليات يعني في المراحل قبل أخيرة لما جيت دخل لغرفة العمليات طبعا 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 كانت كان معي في كولومبيا أعمام اثنين ومحمد وعماد وكانت معاي أمي طبعا مرحلة الوداع ليست بسيطة وليست سهلة وخاصة بنفس الوقت أنا ما كنت حزين ولا كنت خائف أن أنا نافعت العملي بالأكس أنا كنت مبسوط جدا لحاسس خلص الفرج اقترب فرج الراحة بدأت ريح يعني يعني المرض أتعبني أرهقني بدأ أرتاح فإما بيكون هو راحة في الصحة أو راحة يعني فيما هو قضار الله يعني واحد من الثنتين يعني ما كنت خائف أبدا في هذه المرحلة نهائيا بالأكس كنت مبسوط لها وإني خلص يعني الفرج قرب ما بعد العملية هل يعني خلال العملية طبعا أجريت بنجاح الحمد لله بعد العملية في الساعات صار عند تدهور في حالة الصحية طبعا أنا كنت لازلت في حالة الغيبومة فحسب ما فهمت أنه القلب عندي صار كسل إيش صار كسل القلب بيكون ينبض طبيعي صار ينبض بشكل بطيء صار في حالة من الكسل في القلب فمرحة من المراحل أنا سمعت الأطباء يعني كانت إحدى الممرضة تحاول لتصحين من الغيبوبة فأنا فعلا صحيح إيش يعني سمعت الأطباء بيحكوا يعني مع العيلة مع عيلتي ومع المترجم أنه بقول أنه إذا استمر وضع أنس في هذه الحالة إحنا بحاجة لقلب آخر خلال 48 ساعة جديدة يعني تخيل شهرين لنص ونا أستنى في قلب وبدك أخر قلب خلال 48 ساعة من إذاك يجيب وكأنه الأمل ضائل جدا بالضبط يعني فكان إشي ضائف جدا وعندنا العيلة هون في البلاد كانت في حالة مأساوية كانت صعبة يعني بعد ما كنا فرحانين وهذا أنس رجع وضعوا إيش الضهور فإما بتقول يعني انتظرنا ساعة طويلة يعني كانوا يحاولوا يشتغلوا عليك يعني شفت إحدى الممرضات تظلها معك ومش عارف إيش فكنا نضع الله عز وجل نبتهي لأنه فعلا يمنح الصحة من جديد ومش عرف إيش بعد ما كنا فرحانين يعني حصلنا نوعا ما من الفنسة بين أقواس يعني فبعد ساعات معين تقريبا عشر ساعات بدأ في تحسن في حالتي ورجع القلب يشتر بطبيع وبدأت أصحى ويومها أجأ أجأت الأمي وعمي أجوا عندها على الغرفة بعد ما كانوا في الفندق أنا كنت تقريبا بلشت تفتحيني فشفتم قدامي يعني وكان فيه بجهاز تنفس مربوط فيه ما كنت قدر أحكي فبدي أحكي ومش فاهمين علي فجاب للمترجم وركة وكلام طبعا كتبت أول يعني بعد الوركة حتى في الأمسة عرضتها يعني كنت كاتب الحمد لله يعني فيها وكيف قلبي الجديد ومش أعرف إيش فأيضا كأتع أقول لعمي هيك أصلا عمي مش فهم علي إنه إحنا كابل الفتح العملية كنت كيل عمي إذا فتت على العملية ونجحت وبس أصحى تيجي تأذن في ذاني يعني كأن أنا مولود جديد يعني كيف الولد جديد بأذنه في ذانه وأنا بدي هيك أقول يعني كأنه خلاص أنا رزقت حياة من جديد بدي أبدأ حياة جديدة فتنه فهم علي وتذكر متذكر شو طلبت منه أذن في ذاني وكانت فعلا هي بداية إنسان جديد ومولود جديد إنه يرجع للحياة ويأخذ الأمل كل هذا ويرجع ل تعرف اللي عائلته برغم كل الصعوبات ألف حمد الله على سلامتك وهيك اليوم مشكورين إنكو بتتواجدوا معنا وبتصلتوا الضوء على القصة الشخصية ممكن هالشي مش مفهوم ضمن كثر بيحبوا يحافظوا على خصوصية وهذا أيضا شرعي ولكن يعني من خلال هاي المقولة نعطي كتير أمل لكتير أشخاص عم بيتابعونا اليوم نداء نبلش نسمع منكو كلمات أخيرة قبلش مع حضرتك المشاريع المستقبلية لمبادرون وقديش فعلا اليوم مهم لإلكو إنه نرفع الوعي في كل ما يخص موضوع يعني الزراعة والتبرع وهيك في عنا نموذجين نريم وأنس اللي فعلا مرأوا بمعاناة شديدة إلى حين ما هيك فرج رب العالمين وهن اليوم بأحسن حالي يمكن أهم إشي قبل ما نوصل لمشاريع القادمة لمبادرون أحكي إنه عن جد كثير كثير مهم ننتبه إنه إحنا مننقض مثل مكالة تريم بالضبط إنه إحنا نعطي لعاب ممكن بعد سنين يتصلوا لنا يأخذ موضوع مننا شهر انطارات وعرفش حتى يمكن أقل بعرفش كيف الإشي بتم بس إحنا ننقض حياة مني آدم مجرد نعطينا عينة لعاب بالأعضاء يعني بعد ما كثير ناس من مجتمعنا ومن بلدنا ومن كل محل يحبوا كثير أنهم يتبرعوا بمصاري كثير كلتها بهذه الفترة بمصاريك منما تتبرعوا عن جد بحياة عن جد بحياة واللي بتأثرش عليكم ولا إشي بالنسبة للمشاريع القادمة من المبادرون الشهر الجاي عنا معرض العلوم وهو أكبر معرض علوم كل ساني بيكون في المجتمع العربي اللي مدعوكم كلكم علي عن جد كبير ملائم للصغار ولا للكبار وطبعا مشاريعنا الثابت اللي هي مثل ما حكيت قبل تبادل الكتب أو النبضات اللي عنا رح تكون إن شاء الله بشكل شاهري يعطيكو ألف عفو إحنا أكيد رح نرفقكو بكل مشاريعكو يعني بنفتخر يعني عندكو هذا العطاء في هذا الموضوع ريم كمان منك أسمع رسالة أخيرة حابة أنك تقدميها لكل المشاهدين رسالتي هي إنه إذا أنا بقدر أساعد يعني حتى مش في مش في موضوع النخاع ومش في موضوع بزرعة الأعضاء إذا أنا بشوف في حاجة مجتمعية حوالي لازم أنا أقوم لأنه إذا أنا ما قمتش مش لازم أستنى يعني بالذات إذا الموضوع بتعلق بأرواح ناس فهذا هو الوقت إنه إحنا نتحرك زي ما حكت إنه الإندمام للسجل جدا بسيط اللي من خلاله أنا ممكن أنقذ حياة ناس اللي ممكن تتعرفوا على وين في حملات وإشي من خلال إنه تزوروا صفحتنا على الفيسبوك جمعية أصدقاء حتى النخاع إحنا دايماً منعلن وين في حملات وين في حملات وإذا في حدا اللي حابب إنه يعمل في بلده أو في مبادرة لإقامة حملة أو لمحاضرة فإحنا دايماً مستعدين إنه نعطي محاضرات ونقيم حملات في البلدان المختلفة وإنه كل واحد هيك يعطي الأثر طبعه ويعطي المجهود الصغير طبعه في إنه ينتسب أو يتبرع أو يتطوّع حتى في حمله فهذا شيء جداً مبارك نعطيك ألف عافية أناس برغم كل التحديات ولكن أعتقد أنه موضوع التبرع بأنه خاع من خلال الحملات اللي عم نعملها صار أسهل تقبله علينا يعني ما زال موضوع التبرع بالأعضاء هون في صعوب كبير يمكن تبرع بالأعضاء يعني فقدنا شخص عزيز وفعلاً بدنا نوهب أعضاء وهاي هيك فكرة بتشكل حاجز نفسي عند كثر من خلال التجربة الشخصية شو بتحبهك رسالة أخيرة أنك توجيها لمجتمعنا طبعاً من خلال الأمسي اللي كانت أنا لاحظت كان فيه ناس اللي جاي تحضر الأمسي اللي هي يعني ناس مرت في تجربة إيش بتعلق زراعة أعضاء أو ناس اللي اتبرعت في أعضاء أنه بدها يعني بدها قل أمسيات مبادرات معينة اللي تتحدث عن الموضوع تطلعوا على الضوء بسبب أن هذا الشغف والضمأ المجتمعي اللي بحاجة لهذه القضية لإبرازة يعني أنا من اليوم مرة واحد من قولمبي لليوم يعني كثير ناس تواصلوا معي بدهم يزرعوا أعضاء أنه كيف أنا طلعت بره الطرق الوسائل عن طريق مين وليش هاي الأسباب فكنت كثير قادت مع ناس جلست معهم اللي وجهتهم وعطيتهم توجيهات وطبعا نصائح إذا بصافر برش وبالطلب منه وفي كثير ناس اللي زرعت هنا يعني كنت متابع معهم في أوضاعهم أيضا من خلال عمل أيضا كصحفي يعني كثير أجلت مقابلات مع ناس اللي زرعت أعضاء خاصة يعني في ناس زرع قلب يعني تخيلكم زرع قلب يحاور زرع قلب يعني فكان إشي جدا ملفت في بعض التقارير اللي عملتها سابقا في الصحف المكتوبة يعني كدش أنه مجتمعنا في ملاء ناس مرضى فعلا بحاجة لزراعة أعضاء لازم يكون فيه هناك مبادرات أخرى مثل مبادرة مبادرون وأمسيتهم ومشكورين عليها وأيضا أيضا مبادرات إعلامية مثلما مساوى حضرتكم اليوم تصديف وهذه الفقرة فهذا جدا مهم جدا اجتماعيا في ظل يعني الأعداد الكبير حسب التقرير اللي عرضتوا أو الفقرة فإحنا بحاجة لزراعة أعضاء وتوعية هامة جدا بسبب أيضا أنه فيه كثير ناس اللي هم بنتظروا يعني عودة أحبائهم بكامل عفيتهم صحتهم للحياة اشترجع طبيعية في البيت إن شاء الله هيك ربنا بفرجها عليهم جميعا أنا كتير بدأ أشكركوا على حضوركم معنا في هذا الصباح وهيك فقرة جدا هادفة وإنسانية أيضا في نهاية المطاف شكرا لحضوركم نداء محميد ريم مصاروي وأنا سموسة ودائما إن شاء الله هيك دوام الصحة والعافية لكم جميعا شكرا للك وهيك مشاهدين يعني السخاء والعطاء ولا مرة كان بس مادية ومش رح يكون بهذا الشكل فهي مادية للتفكير لإلنا جميعا شكرا لكل شخص عم بتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية البث المباشر عبر موقعنا الرسمي مساواة شانل وهيك رح ننتقل إلى فاصل أصير وبعد الفاصل مستمرين بهذه الفترة الصباحية خليكم معنا وعدنا لنتابع مشوارنا الصباحي عن الجديد دي ساعة صباحكم مشاهدينا في جميع أماكن تواجدكم من موضوع زراعة الأعضاء وهيك رفع منصوب التوعية في هذا السياق رح ننتقل إلى موضوع آخر أيضا مرتبط بالصحة نتحدث عن صحة العيون ورح ندمج بها الفقرة موضوعين رح نتحدث عن مشكلة المياه البيضاء في العيون وأيضا عن كل شخص يعاني من تحديات بصرية وأيضا عن المكفوفين وكيفية تأهيل هذه الشريحة في المجتمع أصبح بالخير عضيوف المتواجدين معنا دكتور عنان عباسي أهلا وسهلا فيك سباحك يسعد صباحك حضرتك أخصائي طب وجراحة العيون ومساعد مدير المستشفى زيف في صفد ومعنا أيضا أمل أبو عباد أبو يونس يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك أمل حضرتك عاملة اجتماعية في مجال التأهيل ومركزة موضوع المكفوفين رح نتحدث عن هالموضوعين والمحورين في هذه الفقرة بداية يا دكتور عنان يعني هاي المشكلة مثل ما منسمع هي كشائعة في المجتمع ويمكن كثر يعانوا منها تعالى نوضح للمشاهدين بعد إذنك شو بنعني في هاي المشكلة المياه البيضاء هي نعم المياه البيضاء إذا بنا نحكي حتى تاريخيا يعني من أجل التسمي وبسموها باللاتيني كتركت كتركت معناها شلال المياه النازلة كان يفكروا أن المي بتنزل من المخ وبتنزل عن طريق عصب البصر للعين وهيك بتعمل غشاوية على العين وعلى البصر وبعدين احنا عرفنا بعد بالتاريخ عرفنا أنه الغشاوية بتصير من داخل العدسة غباش في النظر هاي الإشي التاريخيا كيف بلش التسمي والمشكلة مبدئيا هاي بتصير إذا الله عطانا عمر الجميع كلنا في الآخر رح نوصل اللو دع أن يصير في عنا كترك بمرحلة معينة بسبب الجيل مرحلة معينة لأنه هي المرض بالأساس بساموسين هاي يعني نابع من موضوع الكبر والجيل العدسة بتكون صافية وهذا واحد من الأسباب ليش واحد يقدر يشوف ونحن نطلع على أي صورة قبلنا لازم يكون في مركبات العين القرنية بعدين وراها العدسة بعدين وراها الشبكية كله لازم يكون المجال لرؤية واضح وشفاف عشان واحد ترتوصل الصورة على الشبكية وعلى العصب وعلى المخ ونشوف الصورة أي واحد من المركبات إذا بيغبش بصير فيه تشوش بصير في عنا إصابة في البصر وإحنا اليوم عم نحكي بالذات على الجزء طبع العدسة اللي بتفقت شفافيتها صحيح دكتور شو العوارد يعني منعرف كمان فيه أشخاص شبان وشبات اللي بعانوا من هاي المشكلة شو العوارد اللي هيك ممكن تقولنا ونفيه ضوء أحمر نتوجه لاستشاري في طب العيون نظبط إحنا زكارتي موضوع مهم اللي هو موضوع إذا كان الكبار أو كان شباب فيه فئات للإصابة في الكتركت الفئة الشائعة عزينا زكارتي اللي نابع من الجيل اللي عم نحكي جيل آخر الستينات وطالع هاي الأجيال اللي ممكن تكون عرضة لإذا حست إنه فيه غباش بالنظر أو إيش لازم تتوجه للطبيب بيفحص على الأغلب بيكون هذا السبب مع أنه فيه أسباب تاني مش راح تطرق لها بيتوسع ولكن السكري مثلا الأمراض اللي هي تلف أو ضمور الشبكية اللي نابع من الجيل هاي كل الأشياء اللي ممكن تصير فيه أجيال متقدمة الأجيال للشباب فيه حالات اللي هي أكتر عائلية وراثية عائلية اللي بتبلش بجيال العشرينات ثلاثينات أربعينات هاي حالات المبكرة وفيه حالات اللي بيتطفولي تولد يعني بنسميحها تشوه خلقي مع الولادة بيخلق الولاد عنده الكاتاركت أو الماء البيضاء ممكن يخلق من بيعين واحدة أو بعينتين وهون لازم العلاج يكون أسرع من هاي الحالة الوحيدة اللي فيها الكاتاركت بيكون حالة طريقة بجمالا هو مش حالة طريقة نعم فقط إذا يعني ظهر من جيل مبكرة أو من الولادة أو الطفولة طبعا وبفرق إذا كان بعينتين أو عين واحدة إذا عينتين شوي نرجع العملية إذا عين واحدة منحب نتدخل بسرعة عشان نمنع وضع اللي بسميه العين الكسلة أو الغمش بالفصحة رح نتحدث أكتر دكتور عن طرق العلاج وعن العملية في هذا الموضوع أمل يسعد صباحك عن جديد هيك تحدثنا حضرتك يعني كعاملة اجتماعية بتشتغلي في مجال لتأهيل وبموضوع المكفوفين بداية أنت نعرف المشاهدين يعني كيف بتعرفوا الأشخاص اللي بيعانوا من تحديات بصرية في مجالكم حسب الوزارة كل إنسان عشان يحصل على بطاقة مكفوف مفروض يجاوب على معايير معينة اللي هي تتطرق لموضوع حدة النظر ومجال الرؤية عشان الإنسان يكون عنده استحقاق لبطاقة مكفوف مفروض يكون حدة نظره لحد ثلاثة على ستين وعشان يحصل على منحة مرافق اللي هي بتيجي عند جزء من الناس اللي عندهم بطاقة مكفوف لازم يكون حدة نظره تحت ثلاثة على ستين شو معنا ثلاثة على ستين الانسان اللي بيشوف ستة على ستة بقدر يشوف غرد معين بعيد عنه ستين متر بينما المكفوف لازم يوقف بس لاتمطار بعيد عن هاد الغرد عشان يقدر يشوفه وتحت ثلاثة على ستين بعطيه زي ما قلنا حق مش بس لبطاقة كمان لمنحة مرافق وكمان بتطرقوا لمجال الرؤية صدير إياب العبراني لحد عشرين درجة بعطيه لبطاقة مكفوف تحت لعشرين درجة بعطيه لبطاقة مكفوف ومنحة مرافق يعني فيه أشخاص بيكون عند حدة النظر عندهن منيحة بس عندهن مشكلة بالمجال الرؤية بالزوايا فهدول بنحرموا من كتير أشياء بنحرموا من السواقة بنحرموا إنهن يمشوا بشكل آمن بالشارع في كتير أمور بتعرضوا لها وهذا من عند الإنسان حسب الوزارة كفيف وبحاجة لبطاقة وبالتالي يمكن بيحرد من هيك بعض النشاطات الحياتية يعني أي شخص يمكن ما عنده هاي المشكلة بيقدر إنه يمارسها سؤالي لحضرتك أمال ذكرنا موضوع البطاقة والمرافق وهي الأمور تعاليك نوضح للمشاهدين سريعا شو المنح فعلا اللي بيستحقها الشخص اللي بعاني من هاي التحديات البصرية أو اللي بيحصل على بطاقة مكفوف تعالي أول كيف ممكن نحصل على البطاقة لحد اليوم كان عشان الإنسان يحصل على بطاقة مكفوف ويأخذ هاي الحقوق اللي بتطلع له مفروض يتوجه لشؤون الاجتماعية بمحل بلده إن كان مجلس محلي إن كان بلدية ويقدم استمارة طلب لحصول عبدا مكفوف الاستمارة عبارة عن فحص نظر دكتور العيون اللي هو بتعالج عنده هو بعبي بس ما بيكفي بنبعث الطلب للوزارة والوزارة بتبعث لدكتور عيون معين من قبلها اللي هو بصادق على إيش طال حاطت الفحصات الدكتور العيون ودائما منواجه مشكلة مع الناس بإنه ما في تطابق بإنه مش دائما في تطابق وبقول لكل الناس اللي راحوا عند دكتور الوزارة ورفض هين وقال إنه لا إيش كتب دكتور العيون اللي فحصك ببلدك مش دقيق في إش أسمه لجنة اعتراضات ممكن وبروحوا لجنة الاعتراضات جزء بطلع إنه بالفعل ما بطلع لنه جزء بطلعنه طبعا كل إنسان بحصل على بطاقة مكفوف في الوزارة بتعطيك كتية بكراس مشروع فيه إيش حقوق حاملية هاي البطاقة الحقوق كتيري والليوم في كتير إتاحة لهاي المعلومات إن كان عن طريق هذا الكراس واللي ما بيقدر يقرى الكراس الليوم في إتاحة سماعية صحيح من ضمن الحقوق مثلا تخفضات بالضرائب إن كان ضريبة الأرنونة إن كان مثلا بطلع لهم تأهيل مهني تأهيل تعليمي كل إنسان حصل على 90% نخوط رفوقيت بالعينين عجز طبي بطلع له كمان تأهيل تعليمي بطلع له جديد صار بطلع كمان إيشو اسمه خدمات خاصة شرطومي وحديم إنه بحاجة لمساعدة مش بس مادية كمان مساعدة بأشياء تاني بالبيت صحيح رح نحكي أكثر عن هاي المواضيع أمل دكتور عنان أرجع مع حضرتك هيك ذكرنا الفئات العمرية اللي ممكن إنه تكون مصابة بالكاتراج أو المياه البيضاء سؤال حضرتك هل في أنواع لهاي المياه أم إنه الحالي هي واحدة والتشخيص هو واحد طبعا كمان إحنا ذكرت إذا كنت سألت قبل على الأعراض وكمان على الأنواع تختلف الأعراض والأنواع طبقا لبعض يعني مثلا في عنا أنواع اللي بسموها إحنا السينال أو نوكلار سكلوروزيس اللي هو مركزي في مركز العدسة هذا بيكون أعراضه بالأساس لما واحد يطلع بالشمس بالفضل بيكون بقبو العين بصغر لما يكمش بقبو العين بتصفي المنطقة اللي هي حتى لو مركزية في العدسة وفيها غشاوة بتصفي الجوهرية من ناحية التأثير على النظر ممكن في حالات اللي يكون فيها كورتيك اللي نسمي له جانبي أو بالداير طبع العدسة اللي ممكن بس لما بالليل أكتر يصير فيه لما يتوسع بقبو العين يصير فيه الضو نفسه يتوزع جوية الشبكية ويعمل سكاتر بنسمي إحنا ويعمل تغبيش في النظر وفي أنواع اللي هنا بعمل استعمال ستيرويدز مثلا أنواع أدوية معينة في أمراض معينة وراثية اللي فيها بصير فيه ترسبات مواد مختلفة جوية العدسة فيه نحاس فيه ويلسون ديزيز مثلا فهي الأشياء كلها أشكال مختلفة وكتيرة اللي بتأثر على الأعراض كيف يتأثر الإشياء فيه ناس اللي بتأثر عليها بس في الكتابي لما يجو يكتبوه فيه ناس تأثر عليها بفعاليات بتعلق كمان الأشخاص والحطة الحضرات يعني لما كنت في بلدان مختلفة كنت أنت فيه محلات واحد أجر السام عم بيقول البطل يقدر يميز بين ألوان الأخضر المختلفة وهو عم بيرسم يعني لهاي الدرجة الحدي بسبب هاي المشكلة فبالحالي حتى لو في عنده كمية كترة تقليلة ممكن يحتاج يمرق العملية فيه ناس بس ثلاثة متر بشوفوه من ستة متر فيه ناس حتى مترين قداما مش شايفي بتقول لك أنا مش مغلط علي هوا بصير الدليمة وينتا يكون فيه تدخل يمكن جراحي بهذا الموضوع طب دكتور يعني هذا مجال الطب عموما هو مجال اللي عم بتطور بوتيري جدا سريع هو أيضا جراحة العيون هل يعني بالنسبة بيلكو الحل الأول هو الجراحة أم إنه فيما قبل علاجات أخرى ممكن هيك تخفف من العوارض اللي بعانوا مننا هذو الأشخاص طبعا جراحة هي الحل يعني النهاية أو الحتم اللي بيكون بس إحنا منحاول قبل ما نوصل للجراحة مع أن الجراحة كمان شوان محكي عليها مش إشي كتير يعني خطر مش مش عملية قلب أو مش للتهتير في موضوع العيون ولكن بالفعل تطورات اللي كانت فيها ولكن إحنا منبدأ بالأول بشكل تدريجي من الإشياء اللي هويني اللي ممكن واحد بالفعل يقتر حتى في ناس بتيجي بتقول لي أنا اليوم صرت أشوف أحسن مع الكاتركت من قبل ففيه الناس بصير تضحك عليه تقول مال بس لا فيه بالفعل ليش العدسة نفسها لما يصير فيها الكاتركت تضخم شوي بالبداية إذا الكاتركت مش مركزي ومش كتير مغلط عن نظر ممكن إذا كان عنده نقص بالنظر معين العدسة تعود عليه بما إن تضخمت يعني تكسب عدسة فهون بعود عن نظر فالصورة بتوقع بالزبط على الشبكية عنده هاي بسموه ساكند سايد كأنه فجأة صار يشوف منيح صار يشوف بالله هاي للأسف هذا شهر العسل بنته بطويلش لأنه بعد فترة بحس إنه كما نزل النظر وكما نصار فيه غباش بوضوح الصورة بالألوان بالسرباهة أكتر فهون أول مرحلة ممكن نتوجه لنظرات ونظرات شمس مثلا لما يحس إنه الفيش عم بعمل لغلير وتوهج وهلات وبالمرحلة اللي بطل يقدر فيها يقوم بمهام اليومية هون ساعتها لإش صار نحبش نوصل لهذا المحل لأنه ممكن يضر في عمله أو مش مهمش وبيش تغل إذا كان سواق باص أو إذا كان مدرس أو إذا كان يشتغل في الدهب مثلا أو صراف الأمور اللي بده دقة يمكن هيك في النظر فهذا الإشي فيه سكيل فيه إحنا ممكن نمشي عليه وإنت نروح أسرع على التدخل وإنت لا منحاول بقدر الإمكان نعطي الإشياء اللي ضفي لي على أغلب نظرات للنظر ونظرات شمس لتخفيف الحدة وإشعة الضو ولما نوصل لحال لأنه لنه حال ثاني ممكن نعمل للعمل نحكي عن التدخل الجراحي أمل ذكرنا موضوع الحقوق والمنح اللي بيحصل عليها الأشخاص اللي مع بطاقة مكفوف أو اللي بعانوا من تحديات حسب بالمتوجه بتعلق بالمتوجه جيله كمان كتير مهم مثلا يعني الطفل المكفوف خدمات اللي تعطي له تختلف عن الشاب تختلف عن الكبير إحنا بنعطي كتير مثلا لما بخلق بعالي طفل مكفوف طبعا الأم ما بتكون عندها مهارات كيف تتعامل معه صحيح فكتير مهم إنه ينشغل مع هذا الطفل بشكل مبكر بوقت مبكر فالعالي هاي منفوت لها مرشدة بيتية تأهيلية اللي هي بتساعد الأم وكل من بالبيت لعالة هذا الطفل المكفوف كيف يتعامل معه وبالإضافة له هيكي من وزارة الشؤون تعطي خدمة حضاني حضاني لجيل ستة شهر لثلاث سنين بتموين الشؤون كاملة للأطفال المكفوفين لأن الطفل المكفوف ما بيفوت على حضاني عادية اليوم متوفر مثلا بس بحيفا أقرب إشي للناصري حيفا عندي قانعو فريم بمركز تطور التفيل بمستشفى روتشد فالشؤون بتوفر لهذه الأهل سفرية خاصة مع مرافقة لهذا الطفل لأنه من جيل ستة شهر هو يبدأ يروح على الحضاني بعد جيل ستة شهر لثلاث سنين عندك قانون تعليم إلزامي بيصير لازم يمر لجنة تنسيب في المدارس في وزارة التربية والتعليم لحتى يفوت على إطار ملائم حسب وضعه للتعليم في بيفوته على الأطور الخاصة في بيفوته على الأطور العادية مع تسهيلات معينة مع مساعدات معينة إن كان سياعة وغيره هذا يطرح باللجنة التنسيب وحسب الوضع الطفل يقرر هذا الموضوع وإذا نطلع لمرحلة عمرية أكبر في الجامعات طبعا بخلصوا صف 12 الطلاب صف 12 المكفوفين بكونوا طبعا كونه حاصل على بطاقة مكفوفة هو عنده مخصصات نقص وكل إنسان عنده مخصصات نقص بيطلع له تأهيل بناء التأهيل في عندك وحدة التأهيل بالتأمين الوطني اللي هي مكملة إلنا لوحدة التأهيل بالشؤون المكفوفين اللي عندهن قدرات محدودة وما بيقدروا يتعلموا فش عندهن علامات يتعلموا بجامعات ويكملوا تعليمهن هن أكتر حابين ينخرطوا بسوق العمل كمان حتى بسوق العمل عندك درجات المكفوفين في ناس تقدر عندها محدودية معينة مناسبة فقط لإطار محمي نسميه مفعال مقان إطار محمي في لا عندهن قدرات أعلى فهدول بنخرطوا بسوق العمل مع مرافقة بالبداية وفي عندهن قدرات جدا عالية بنخرطوا بسوق العمل بسهولة هذا يتعلق بالإصابة بالعينين يعني مش كل حامل ببطاقة مكفوف كلهم زي بعض يعني في عدة أسباب ليش هو حصل على بطاقة المكفوف زي ما حكى الدكتور إنه في أمراض ولاثية بتخلق مع الواحد في أمراض اللي هي بتيجي على كبر نتيجة السكر مثلا نحنا نسبة حاصلين على بطاقة المكفوف لنتيجة مرض السكر للأسف عالية إنه بالوسط العربي كتير في عدم وعي لهذا الاشي في زي ما حكى مع الوقت مع الجيل ومور بالشبكية وغيره وفي أشخاص اللي عندهن قلنا قدرات التعليمية عالية التأمين الوطني هو مسؤول عن تأهيلهن بشكل إنه بدعمهن ببعثهن لتشخيص لتوجيه دراسي بمركز تأهيل في كريات حايم اسمه مقدال أور وإذا الشخص تبين إنه مناسب للتعليم العالي تأمين بدفع عنه كل مخصصات التعليم بتكفل في مخصصات التعليم وواصلات كل ما يتعلق بمصرفات التعليم وهي الفرصة تعطى مرة وحدة للشخص فعشان هي كتير مهم إنه ينبعث هذا الطالب معني إنه يفوت للتعليم العالي ينبعث لتوجيه دراسي عشان يختار موضوع يقدر يستفيد منه مستقبلا ويكون متميز ليس يأخذ شهادي وخلص يعني هون يرجع على البيت وتنتح حياته صحيح لأنه واحد لأهداف الأخرى أيضا الاندماج بسوق العمل أكيد أكيد فصدفت إنه كتير أشخاص ما قدروا يوصلوا لهذا المحال وتعلموا مواضيع يعني ما يقدروا يفوتوا لسوق العمل ويقدروا يشتغلوا يقدروا يشتغلوا بالشهايد اللي تعلموا فيها فالمهم نختار موضوع اللي إحنا نقدر نلاقي شغل صحيح ونتميز فيه دكتور نرجع لموضوع العملية الجراحية ولكن بداية ندمج هالمحورين بالذات فيه موضوع طب العيون وجراحة العيون هيك الليزر ماخد حيز فيه كل موضوع يمكن العمليات وعلاج قصر النظر وبعد النظر هل فيه موضوع المياه البيضاء فيه تدخل الليزر فيه نجاح على هذا الموضوع وكمان تحدثنا عن العملية الجراحية طبعا الليزر وموضوع العيون بالذات هو موضوع الليزر اللي دخل كتير بموضوع قصر النظر في موضوع العلاج الشبكي ذكرت أما الموضوع السكري موضوع التنظيف العدسي بعد عملية الليزر وغيره العملية الكاتركت نفسها اليوم فيش بشكل واضح أبحاث بتورج إنه نجاعة خاصة أو أكثر تميل لاتجاه الليزر الكاتركت الليزر عن الكاتركت التقليدي اللي هو بالأولتراسونيك اللي هو الفوق صوتي الليزر بعمل كل العملية الليزر بعمل زيتهية كمان شوي بحكي على العملية نفسها الفتحات اللي بتكون بالقرنية الفتحة في غلاف قشرة العدسي وما شبه كل هالي الشغلات بتتم أكتر بدقة من ناحية الجهاز الليزر لما تنعمل ولكن في بعض الجراحين اللي عند الإمكانية يقدر يوصل لهذه النتائج قريبة جدا من النتائج بتطلع في الليزر عن طريق العملية العادية هذا طبعا نابع من خبرة من في في رقم من ذكر في كتاب لأوتلايرز فحص ناس اللي عملوا عمليات وشغلات وإنجازات ذكر الرقم 10,000 ساعة فاللي بعمل 10,000 عملية أو 10,000 ساعة أو 10,000 بإشي معين بالنهاية المطاف رح يوصل تقريبا لدقة ونجاعة تابعة جهاز الليزر من الخبرة والممارسة بس في في جدلية على الموضوع الليزر أكتر كجيميكي يعني مستعملوك الموضوع عشان تسويقي أنه في عنا ليزر في عنا مش ما أخذ الرواج اللي توقعو له في البداية بناحية عملية ليزر للكتركت نفسه ولكن الإشي موجود وبالفعل يعني على الأقل هيك عم نثبت أن القدرات البشرية هنا عم تقدر تكون أفضل بعض الحاسوب والليزر بشي بدلنا على دكتور هيك في بعض الجمل والتوضيحات البسيطة شو بتحب تحكي لنا عن العملية لحتى هيك نروع من روع المشاهدين يمكن اللي فعلا راح يحتاجوا في مرحلة معينة تدخل الجراحي طبعا طبعا 100% هذا موضوع مهم العملية بتضل عملية وتضل عين أنا مرة واحد قالت لمرض مع الإبري لعين بتقول هاي عين انت عارف عين مظبوط والإشي بيخوف وواحد عملية مصبع عيده بطفره بيكون متوتر وخايف منه فلازم الواحد يعرف بالظبط شو اللي متوقعه وشو اللي راح عليه اليوم أغلب العمليات بتتم بدون الإبري هاي اللي نقرفيها لهم أطرط أطرط تخدير موضعي المريض نفسه بيكون نايم مستوكي على ظهره وسامع كل شي ومرات بشارك حتى في الحديث أو في إذا في شي خاص بس مفروض ينام على ظهره ما يتحركش ما يحركش راسه وطبعا احنا منبنيش بس على هذه الشغلات احنا منحط وسائل اللي هي تركز الراس فتحة العين تكون فاتحة خلال العملية بدون واحد يركن على الواحد إنه ما يرمشش وما ي مش زي دكتور الأسنان نبلاش من هون لا لا بالمرة كانت خايفة من العملية وطلبت إنه تغني خلال العملية قلت لها بالعكس غنت في محل وقفت قلت لها كملي لأنه عم بتروئيني أنا كمان فهذه الشياء اللي هي أكيد أكيد كل مريض هو بحد ذاته يعني جاي للعملية لأول مرة زي ما قلنا احنا أول مرة زي حضرتك أنت بالبرنامج كل وقت مثلا بتقدم البرنامج أول حدا بيجي لعندك على البرنامج بنسوي لأول مرة فدائما لازم يكون إحنا وعين لهاي الشغل للطبيب إنه المريض جاي عندي لأول مرة فدأ أرجع الشحل لأول مرة شو عم بتوقع فشو بتوقع العملية نفسها هي مبدئيا تخدير موضعي نعمل فتحات عشان ندخل فيها للقرنية طبعا لازم أذكر إنه قبل العملية بالفعل كان نوعا ما تخوف لأنه كان العملية أول شي ناموا بعدها أسبوع في المستشفى يقطب في العين لمدة أشهر بعد العملية نقيم القطب ومراجعات فكان بالفعل عملية كبيرة اليوم العملية بتحتاجش قطب وين الفتحات نعملها في القرنية نعمل فتحتين صغار كل واحدة مليمتر بجناب القرنية فتحة مركزية بتراوح بين 1.8 مليمتر ل3.2 مليمتر يعني إشي كتير صغير ومن خلال هاي الفتحات نعمل بالجهاز الأولترا سونيك اللي ذكرته بنعمل بنوكل من العدسة بضريقة نسميها فرق تسود بنقسم بنفعلك بسموها بقسمو العدسة الأرباع وبوكل كل ربع بحد ذاته عشان يقدر تطلعوه من الفتحة الصغيرة وبعدين مندخل العدسة مططية اللي بتكون بسكر أحالة وتفتح تفرج داخل العين وبهذا الشكل العملية يعني اليوم معدلة بين 3.5 ساعة لنص ساعة هاي المعدلات واحد بعد ساعة من العملية بقدر روح البيت الاستشفاء بعد العملية والموضوع المتابعات جدا نهويني جدا طبعا هاي 99% من الحالات ضل في الحالات اللي هي أصعب حالات زي ما زاكرت المترين بيشوف وبدوش يعمل عملية بتكون العدسة زي الصخرة بتكون مستوية صحيح وزمان كان يسترنوا داكاتر تتستوي تتستوي العدسة دالون تتستوي العدسة اليوم لا اليوم ما مننتظر لحتى يتفاقم الوضع أكثر بالضبط اليوم نعمل العملية بالوقت اللي لازم نعمل جاست ان تايم اللي حل نسميها ونتائج جدا مرضي بحب أذكر كمان انه بالعملية نفس اليوم ممكن واحد يصلح تصحير البصر يعني دائما كنا نقول احنا بعد العملية على الطريق يعني منيقدر نحل على الطريق ممكن تنعمل عملي نوعا ما زي بديل عن عملية الليزر لإزالة النظرات إذا الواحد بدرسها بشكل صح في عدسات توريك لينسز بسموهم بصالحه لأستيجماتيزم للزوايا في عدسات اللي هني مولتي فوكل بأعطوك إلى عدة أبعاد بعيد انترميدية الوسطي والقريب ففي تطور كبير في هذا المجال رائع أخيرا دكتور رح أسألك كيف هيك كل شخص يمكن خضع لهذه العملية يحافظ على نجاعتها ولكن بداية نقعد إلى أمل كمان نأخذ منك أمل كلمات أخيرة ويمكن كل موضوع كمان نشوف كتير أشخاص اللي هني مكفوفين وفي معهن الكلب اللي يسمى كلب توجيه يمكن أو فعلا اللي هيك بساعدا في أن يكونوا متواجدين في الحيز العام نسمع عن هذا الموضوع ونسمع منك كلمة أخيرة حابة قدمي هاللمشاهدين الكلب بتوجيه هو خدمة من الخدمات اللي تعطى لحاملية بطاقة المكفوف طبعا هو كتير إشي ثمين فمش كل حدا بتقدم لهذا أن يحصل على كلب الوزارة بتعطيه أوان في معايير معين طبعا وكتير مهم قدش هو إنسان فعال في المجتمع قدش هو إنسان فعال عنده بحياته من ناحية التعليم شغل مش يقعدوا بالبيت للكلب لأنه دائما عنا لائحة انتظار طويلة لهذا الاشي و أنا 25 سنة عامل اجتمعي في مجال الإعاقات والمكفوفين ولم مرة كان عندي طلب لحصول على كلب العام كان أول طالب بده أصدق من المجتمع العربي ما بطلبه من المجتمع ما فيش قليل قليل ما بتوجه يعني مثلا أنا تعالنت بالجامعة العبرية بالأودس كنا نشوف طلاب مكفوفين مع كلب أنا ساكني مدينة مختلطة حيث بتشوفي أكتر يهود ماسكين كلب وبقطعوا الشارع وبتجولوا ومقبول ومقبول أنه يقعد هو بدو الكلب وهنا ساكنين في الأجار المستأجر المأجرين ما بدو فاضطر يغير محل سكن يطلع يسكن في النصر العليا عشان يقدر هاي واحدة من الصعوبات يمكن والتحديات اللي بتوجه هاي واحدة من الصعوبات يمكن والتحديات اللي بتوجه العمل ينخرط بالجامعة بإنه بحياته اليومية يطلع يتسوى تكون بحاجة لكل هاي الوسائل طبعا ومش كل المكفوفين عندهن هاي المهارات الحياتية إنه يلقطوها يعني خصوصا اللي بصيروا مكفوفين على كبر يعني المهارات هن أقل فإحنا طبعا منطلع مرجدين ل النيادوت بسموها ل التنقل برجدوا الشخص المكفوف كيف يتنقل من بيته لعمله إذا كان بشتغل من بيته للجامعة كيف يتجول بقلب كل نطاق إشي جديد زي جامعة كيف يدو من قاعة المحاضرات هاي لقاعة المحاضرات هاي من المكتبة للسكن والطلبة وهيكي وفي أشخاص من ضمن الأجهزة المساعدة اللي بنكشف عليها خلال تعليمه التنقل هي العصاية المكفوف وفيك عدة أنواع عصي أكيد كمان بحسب معايير كل يوم كله هذا عم بتطور وبس بتشوفي كمان أشخاص مكفوفين اللي هني بعرضوا إنه يمسكوا عصاية المكفوف ليه؟ لأنه بدوش يتعرض لنقد من الناس اللي بالشارع إيه حرام مادة مكفوف هاي النظرة اللي لازم أنه نغيرها إنه هذا الإشي ممكن أن يكون عامل مساعد إله بيحميه هو صحيح يعني ومفروض أكتر مع الوقت نرفع الوعي عند هاي الناس إن شاء الله من خلال تواجدك معنا اليوم والمجتمع لتقبل آخر إن شاء الله توصل هاي الرسالة لأكبر شريحة دكتور رعنان كمان نسمع من حضرتك رسالة أخيرة حابة توصلها للمشاهدين وهيك نصيحة لكل شخص خضع على هاي العملية الجراحية كيف فعلا يحافظ على نجاعتها وما يأثر سلبا على صحة عيونه 100% طبعا أول شي بنضم أنا لصوت أمل ولصوتك بالموضوع اللي نذكر إنه بالفعل واحد بلاحظ إنه في كتير ناس اللي عندهم مستحقات بقدر يخدوها بقدر يحصلوا عليها من مرضى العيون مرضى بشكل عام اللي مش عم بيحصلوا مش عم بيأخدوا وانا مش ماخدين الكلب مش لأ مش حابين النوع نوع معين عن نوع آخر وإنما بالفعل التقبل طبعه اجتماعيا كمان للكليب وكمان للصاحب الكلب للصاحب الإعاقة بالنسبة لموضوع الكاترة بالفعل بعد العملية زي ما ذكرت اليوم العملية بيكتير أهوان ومع هذا في اعتبارات معين الواحد لازم يخدها بعد العملية طبعا أول إشي بعد العملية أول أسبوع عادة نحن نقول الواحد مفضل ما يعملش الفعاليات العادية اللي كان يعملها بالذات إذا كان فيها رياضة إذا كان فيها في ناس بعملوا رياضة اللي هي رياضة التحدي التسلق فهاي أكيد ممنوعة الموضوع الرفع الإشياء التقيلة الصلاة يكون على الكرسي مثلاً إذا في حال حدا السجود ممكن يعلضغط العين فمفضل الواحد بهذه المرحلة أول أسبوع يمتني عن الشغلات اللي بتعلضغطه والوثيري العالي بعد أسبوع من العملية عادةً بعملواحد فحص مراجع عن الطبيب اللي عامل العملية وإذا كان كله تمام مفروض وطبعاً في أطراط لازم يستعملها للعينين تمنع الاتهاب مفروض يبلش يوطوا عدد الأطراط ينزلوا في التدريج اللي علاجي ويرجع الواحد لحياته الطبيعية يعني هذا جمالاً الإشي فيش كتير عوائق للموضوع هذا بعد بشهر من العملية عادةً نحن بنقول بثبت الوضع البصري القرنية الفتحات كله بتسكر زي ما لازم وساعة الواحد بقدر يقرر هل العملية ناجحة مية بالمية أو في بعض إشياء لازم تنعمل وهل في حاجة لنظارات عدسات أو ما شابه دكتور عنان العباسي ألف شكر أنك لبيت دعوتنا وشكراً أنك حضرت معنا في هذا الصباح وصلتنا الضوء على هذه المشكلة وأمل لأبو عباد أبو يونس شكراً لحضورك معنا أيضاً وصلتنا الضوء على هذا الموضوع عملكم مبارك تام شوارنا الصباح وفقرتنا الأخير يخليكم معنا من على هذه التلة وبحسب الدين المسيحي قفز السيد المسيح وذلك بعد أن أثار غضب الجموع من اليهود وحاولوا الإلقاء به من أعلى الجبل وهناك أتم العجوبة وهي الطحين والزيد الذي استمر عنده كذلك عزماً النبي الشاع كان في عندنا كثير من الورس ولكن الذي شفه كان نعمان السوري هذه هو الرسالة فماذا شعره إلى المستمعين بأنه سيد المسيح يؤذيهم بكلامه فأرادوا أن يرموه من حفة الجبل هذه بزمتها الرسالة ولكن إن كانت رسالة سيد المسيح هو انفتاح عمر الله لكل الإنسانية ليس على الفقط على الشعب العهد القديم ولكن انفتاح على الآخرين على الوثنيين وكل شخص يوم تواجد معنا وهذه هي رسالتنا أيضاً هي اليوم منذ 12 عاماً تحتفل مدينة الناصرة بعيد جبل القفزة حيث يشارك المئات من المسلمين والمسيحيين في مسيرة كشفية تبدأ من أعلى الجبل حيث موقف السيارات وصولاً إلى قمته حيث يطل على منطقة مرجي ابن عامر سنة 2007 قلنا أنه بدنا نعاود نحييه وندعي لإله ويكون بالجو اللي كان قبل زمان قبل عشرات السنين ومن وقتها من 2007 إلى اليوم كل سنة منيجي بالموعد هذا تبع الحد الأول إن شلطان من شهر ثلاثة من نحتفل بهذا العيد على هذا الجبل جبل القفزة اللي هو أول المدينة اللي جايين من جنوب الاحتفال هذا يعني تراث منسميه كأنه تراث شعبة للناصرة احتفل فيه زمان وسترجعنا احنا صلنا 12 سنة عم نحتفل فيه بهذا التاريخ كل سنة أتأمل أنه كل سنة يعني يزيدوا المشاركين أكتر لأنه احتفال حلو مرتب الناس بتشوف بعيد بتنسلم مع بعيد يعني وكل عام أنتم بخير اختتم الاحتفال بكلمات ألقاها كل من كهن رعية اللتين الأب أمجد صبارة ورئيس نادي البشارة للاتين في الناصرة السيد بسام شحتوت والأب حنك الداني حيث أكدوا جميعهم على ضرورة إحياء هذا العيد كل عام وبزخم أكبر وهكي مشاهدين هذا كان التقرير عن الاحتفال بعيد جبل القفز اللي أقيم مؤخرا طبعا مثل ما تبعنا في إطار هذا التقرير هيك بحضور مجموعة من رجال الدين والشخصيات الاعتبارية في المجتمع رح نتحدث عن هذا الموضوع وأيضا عن أمسية تكريم الفنانين الفلسطينيين اللي أقيمت في نفس هذا الصدد ينضم إلي السيد بسام شحتوت رئيس نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك ومعنا أيضا الأستاذ زيمونير مرشي صباح الخير صباح النور يسعد صباحك حضرتك قعدوا الهيئة الإدارية للنادي ومركز برنامج تكريم الفنانين رح نتحدث عن هذا الموضوع بداية يعطيك ألف عافية على كل النشاطات اللي بيتقوموا فيها في هذا الصدد السيد بسام أبلش مع حضرتك كيف لو تعرفنا بداية عن النادي وبعد هيك رح نحكي أيضا عن الاحتفال بعيد جبل القفز نادي عائلة البشارة للاتين هو نادي هاي السنة هي سنة اليوبيل الفضل لإله 25 سنة فهو أكويم سنة 1993 وفي خلال كل مسيرته هو بيشتغل في مجلات العطاء والشغل الجماهيري والاجتماع الخيري فكان فيه كتير برامج في مدى المسير اللي تبعته ومنذكر منها هي انتهت بها دول البرنامجين هاي السنة بس طبعا في السنين اللي قبل نعمل في برنامج مسابقة الموسيقى اللي كان بالألفين وعشرة في برنامج مسابقة الكتاب المقدس اللي صارت وأجينا هذا المزبوط كنا في تلفزيون حكينا عنها اللي صارت بسنوات 2012 و14 و17 فنادي عائلي هو نادي ديناميكي هالي طول الوقت من جرل بنعمل فعاليات هالي تكون مناسبة للناصر مناسبة لأهل الناصر تقرب أهل الناصر لبعض ونأخذ هاي بلدنا للكم عمل العافي على هذا النشاط المستمر عمدار الأعوام وإن شاء الله دايما فعلا هيك تقدروا تقربوا القلوب قبل ما نتحدث عن أمسية تكريم الفنانين نسمع منك يكون وضح للمشاهدين أيضا عن الاحتفال بعيد جبل القفزي تعطينا كمان نفذي أستاذ بسام إذن جبل القفزي العيد جبل القفزي هو عيد اللي إحنا يعني كنا نسمع عنه أنه قبل عشرات السنين كانوا أهل البلد الناصر هنا يطلعوا بهاي الفترة تقريبا فترة بداية الربيع ويطلعوا على جبل القفزي غاد كان يعملوا بالذات مشهور الموضوع تبعه التبولي بس كمان كان فيه أول اللوز الأخضر كانوا يبقلوا في الجبل غاد كان السين قصة ممنوع طبعا بس وقتها كان بعد ما اسموه في فترات أواخر الخمسينات تقريبا مبطلوا الناس يطلعوا بعين شو السبب كان درس كان وقتها مسيرة هالتي تطلع كمان مع رجال دين وكمان كانوا مسيحيين ومسلمين يطلعوا بهاي المناسبة الحلوة نادة العائلة قبل 12 سنة هاي هي السنة 12 عاود يجدد هذا الاحتفال وكل سنة عمليا بهاي الفترة تبعت بداية ثلاثة تقريبا بدعوا نادة العائلة للاحتفال بجبل القفزي بتجاوبوا معنا طبعا رعاية كمان الكاتوليك واللاتين وناس من كل البلد بيكون في عنا سريات كشاف هاي السنة كان في عنا سريات كشاف اللاتين والكاتوليك بيكون في مسيرة كشفية مع الناس وراها منطلع على راس جبل الأفزي وغاد بيكون في صلاة أصيرة وبعدين هيكا منخطلق مع الناس وشوية طبيفات وكل عام انتم بخير كتير جو حلو والمكان غاد هو مكان رائع يعني للي موجود بالناص يمكن لازم كل يوم يطلع الصبح يتفرج غاد بيعرف شو البلد الحلو اللي موجودة جغرافية المنطقة رائعة ويعطيكو ألف عفوا بال عند كل سنة زي ما منقولك اطلقوا بهمتكو ونشاطكو أنا بس بدي أضيف شغل قصة الأفزي إنه إحنا هدفنا لقدام إنه هذا الاحتفال ما يكونش احتفال مختصر على أكمية واحد إحنا بدنا يكون هذا الاحتفال هو احتفال لألاف يعني كل سنة بنفس الموعد نشوف كميات أكبر وأكبر لأنه هذا واحد من البرامج والاحتفالات اللازم إحنا نشد عليها هل رح تهتموا في توسيعها كنطاق يعني هاي الاحتفالية السنوية إحنا بقدرات الموجودة لدينا بالنادي نعمل كل شيء علينا حتى نقدر نطور هذا الاحتفال بس طبعا مطلوب التكاتف كل الطوايف ومن كل البلد حتى أنه هذا البرامج يكبر ويكبر طبعا أستاذ مونير بدنا نتحدثك بشكل خاص يعني عن هذا القرار بتكريم الفنانين الفلسطينيين مدينة البشارة الناصري وهذا شيء طبعا رائع ونفتخر فيه والله يعطيهن طولة العمر ولكن إحنا دايما منشدد على أهمية هيك تأكريم وعطاء الفنان يعني خلال حياته نحكي عن هذا الموضوع بما أنك كنت المسؤول عن تركيز هذا البرنامج التكريم المزبوط إحنا بنادلاتيين كل الوقت كنا نسعى لبرامج خاصة وبرامج ولتسليط الضوء على شخصيات إسكان شعراء ودباء فنانين بحياتهن هاي المرة تم اختيار الفنانين لأنه أول إشي باعهم طويل في الموسيقى وتقريبا يمكن عاملين سبعين بالمئة نعراس الناصري بالزمنات وهذا الزمن الجميل بالناصري يعني هذا الكل بتذكر قبل ثلاثين سنة واربعين سنة الفترة الحلوة هاي كانت الناصري بعدها أصغر من قصة شوية زيرة فهذول الفنانين إلهن محبة كبيرة محبة مش طبيعية أقول ليك أنا أنا ما صدفتش إشي من الشكل لما كنت أتوجه للفنانين أنه أدعوهن للتكريم يعني كمية الحب والمشاركة اللي كانوا بدين يبدوها حتى إشي مني نطلب مني ممكن نحنا نساوي إشي نغني إشي نطلع يكون معهن يعني فناني كبار بأساما كبار يعني فأنا هذا لفت نظري يعني بدل إنه وقديش الشخصين هدول عندهن اسم حلو كتير طبعا قدرين ويستحقوا هم مستحقين تماما طبعا إحنا رح نتحدث أيضا عن هذا الموضوع ورح نحكي هيك عن قديش كان فيه تفاعل من الحاضرين وشو كان رد فعل الفنانين وعن مشاريعك القادمة ولكن طبعا لأهمية الحدث وخصصيته أيضا كمرة صباحنا غير رصدت هذا التقرير عن تكريم الفنان يوسف مطر والفنان مشارة عواد مشاهدين هذا الحفل وهذا التكريم اللي أقيمه أخرا نتابع وأستمر بحديثي مع ضيوفي الله خلقني تغني غنى الله خلقني تغني غنى بشكر ويلي وهبني لدعمة غنى ضمن احتفالاته باليوبيل الفضي نظم نادي عائلة البشار للاتين في الناصرة حفل شكر وتكريم للفنانين القادرين يوسف مطر وبشار عواد تقديرا لمساهمتهما في إحياء وترسيخ الغناء الفلكلوري نحن من واحد من برامجنا هو أنه نطلع للناس على ثقافتنا وعلى تراثنا فأبو الكارم والياس عواد هنه أعلام من أعلام التراث تبعنا فأشوفنا بذوي الشخصين هنا مناسبين للتكريم عمر السنين اللي قدموه واللي أعطوه واليوم إحنا عم نكرم هين لعني أمسي النادي اللاتين في الناصر وابناء البلد يعني لبلدنا حاب يكرمونا عابونا أنه طلع سنين بالمجال الفن أنا وصديقي وعزيزي بشارعوا وعشان هيك يعني يحبوا يكرمونا على الأسنين هاي اللي فاتت مرأت وشو عطينا للبلد ويعرفوا الناس كوي عن حياتنا وعن أرانينا تخلل الحف الحوار مميز مع المحتفى بهما حيث تحدثا خلاله عن مسيرتهم الفنية والتي بدأت قبل عشرات السنين والتحديات التي واجهها كل منهما في ذلك الحين وفي هذا الحوار شارك عدد من الشخصيات والشعراء الذين كانت لهم علاقة خاصة مع الفنانين خلال مسيرتهم الفنية أنا مضبوط حياتي الفنية يعني وأنا صغير الظهر أمي كان صوتها حلو وكانت تحب الغناني بترفعي الأويها وماويها وغير أنه كان صوتها أوي فشجعتني كتير وكملت بالغنى وبالمدرسة بالبداية الأستاذ مرون أشكر ساعدنا كتير وكملنا مع الأستاذ مرون أشكر عملنا سكيت شعور صناصري بالستينات كنا نغني لوديع صافي مثل ما أنت تعرف كل الناصر بتانى وكل العرب الوسط للعرب بحب وديع وبغامل الوديع أنا بحب أدعو للمحبة أنه الفنانين يحبوا بعض زي ما إحنا كنا قربينا بالستينات والسبعينات كنا نحترم بعض الفنانين أولاد البلد وحتى خارج البلد كان فيه محبة وغوية أنا بطلب من الله يعني يجعل المحبة بين الفنانين ويحبوا بعضا ما أجمل التكريم النابع من القلب فعندما يكون التكريم من أبناء البلد ومن جمهور أثنى على جهود لم يتم نسيها ومسيرة توجت بكلمات الشكر والتقدير هذا أكبر دعم سيبقى عالقا في أذهان فنانين وشخصيات مجتمعنا البارزة نتمنى الدوام الصحة والعافي وإن شاء الله بيضلن بعطائن وبهذا الفن الراقي الفلسطيني وحفاظا على المشهد الفني في بلادنا وبالذات الفن النصراوي مثل ما تحدث أستاذ مونير دايما هذا الزمن الجميل اللي عالق بذاكرتنا جميعا أستاذ باستامد أرجع معك لاهتمام النادي بإقامة مثل هاي الاحتفاليات والمشاريع وبالذات هون عم نحكي على تكريم فنانين قدرين يستحقوا مننا يعني كل الثناء على عطاء هذا البرنامج هو واحد من برنامج التكريم اللي عملناه على مدى سنين يعني في قبل كم سنة كمان نعمل تكريم لشخصيتين رائعات في الناصر اللي هن حياة انتوان شهين وطول العمر وابو خالد الفهوم فحي عاطف فهوم فهاي النوعية وفي كان كمان طبعا تكريم لمؤسسات بالناصر اللي قام فيها النادي فهاي النوعية من البرامج هي برامج اللي احنا بنشوف واجبنا كأبناء لهاي البلد انو نلقو الضو على شخصيات اللي هن يساهموا في بناء الناصر في بناء اسم الناصر في توصيل اسم الناصر لأنحاء العالم يعني دول الفنانين اتنين هن وصلوا اسم الناصر والغناء النصراوي لكذا محل لأميركا سفراء لأميركا فعشان هيك احنا واجبنا انو نلقو الضو على هاي الشخصيات على المؤسسات اللي موجودة هون على المساهمة تبعتها وهون بيكون دور النادي القوة في دور النادي في انو يعمل هاي النوع من الفعالي رائع رائع استاذ مونير اليوم على مستوى المجتمع يعني عم نحاول بمجهود كبير انو نحارب هيك الظواهر السلبية والمظاهر السلبية اللي احنا مع الاسف مش معتدين انو نشوف ولكن صارت اليوم بوتيري عالي مثل العنف المتفشي حتى ما بين يعني أوساطي الشبان والشبات قديش بالنادي بتحافظوا ايضا على هذا البعد يعني الثقافي والفن لمكافحة ومحاربة هاي الظاهر السلبية شوف احنا شايفين هاي الظاهرة اللي هي كل مالها عم تكبر وتكبر وتكبر فلسا احنا ما فيش عنا لأدوات نحارب هيك اشي غير بالاشي المضاد الاشي المضاد هو اظهار الفن اظهار الاشياء الحلوة اللي بمجتمعنا موضوع التكريم الفنانين تكريم شخصياتنا الشكل لما احنا بنواجه نقول هاي الكدوات اللي عندنا هاي اللي بدنا نتمثل منها هاي الناس اللي احنا بنحب نكرمها واللي ما له كبير كيف يقولوها يدوروا لعا كبير فاحنا دول كبارنا لما احنا بنخلي ولادنا يشوفوا هاي الفنانين الكبار بتكرموا وبنوجهن لهذا الاتجاه انو ناس نشي كل شوف شو بصير معهن فالفنانين كلهم والناس كلها بتشوف هاي البرامج فمنحول شوية عن موضوع العنف ومنخلي الاتجاه لاتجاه الاشياء الإيجابية رائع رائع استاذ بسام يعني الناصري هي مدينة اللي تاريخيا لها وزنها إلى مكانيتها أيضا الدينية قديش اليوم في النادي عم بتحاولوا استغلال بالمعنى الإيجابي طبعا لمدينة الناصري تسويقها بهذا الشكل المشرف يعني ابتداءا من النشاطات الثقافية الخيرية اللي بتقوموا فيها الاجتماعية وكل ما يتبع ذلك احنا بنعمل القدرات اللي منظر عليها يعني قديش بنقدر فالفعاليات اللي بتنعمل هي فعاليات اللي بتنتشر في في كل الأدواء لا محلات الأماكن اللي ممكن تكون يعني التلفزيون عندك هون هو التلفزيون اللي كتير حلو بنشكر الكوكتيل إنكم تستقبلونه عشان نحكي على الفعاليات اللي منعملها وسائل التواصل الاجتماعي قديش كمان بتستعمل وهيك هاي الوسيلة أو هذا المنبر طبعا كل الفعاليات اللي احنا بنعملها والدعوة لإلها وكمان نتائجها هي بتنعمل كما بمواقع الانترنت وكمان بمواقع تواصل الاجتماعي وحتى في قنوات فضائية يعني مثلا مسابقة الكتاب المقدسي مسابقة اللي انتشرت كمان في التلوميير في تنور السعب الاخرية هاللي منوصل اسم الناصري لقديش منغدر محلات بعيدة وفعلا يعني كمثال مركز مسابقة الانجيل وصلك عنده مشوار على اميركا وغاد باميركا في سان خزي سامعين على مسابقة الانجيل والناصري وحتى عم بدوروا على طريقة اللي يتواصلوا معنا في الاردن في لبنان وحتى كمان قسم في سوريا بيحكوا انه بسمع عن المسابقة هاي وبدنا نعمل ممكن نعمل اشي اقليمي هاللي تكون مسابقة اقليمية لما البداية تبعتها هي كانت في الناصر ناصر رائع وهذا بيدل على اهمية هاي المشاريع والنشاطات وقديش هي هادفة في نهاية المطاف يعني مش اشي هيك فارغ من المضمون بس لأجل تمرير الوقت أو الترفيه أستاذ مونير بدي ارجع مع حضرتك يعني ذكرنا قديش عندكو اهتمامات واهداف طعا هيكا نشوف بالمستقبل القريب ابرز المشاريع اللي حابين انكو تقوموا فيها وانتو مستمرين نحن مستمرين ان شاء الله احنا في كتير برامج بس قبل شغلة صغيرة هيك بدي احكي عقصة التكرية مقبل ما انت لبرامج احنا بالنادي عنا عادة في سبع برامج اللي هني ثابتات اللي هني يعني مثل تبادل ادارات شالات هالنوع واحنا هاي السنة نتيجة المحب اللي شوفنا عند الفنانين ونتيجة الوضع احنا بنوعدهن عزفين ومغنيين وشعراء وكلين انه هذا البرنامج رح يكون ان شاء الله هو برنامج سنوي اللي ينحط كل سنة برنامج من الشكل ونختار شخصيات اللي هني يكونوا يتكرموا بالنسبة لبرامجنا المستقبلية في كتير برامج بس اسا الى اقرب واحد هو برنامج 24-3 سمينا مشوار الصافي للخالد العملاق وديع الصافي اللي فيه رح يطن حوالي 15 اغنية من فركة سراج من كيادة بشارة سامر بشارة الحفلة رح تكون بمار يوسف الساعة سبعة ونص وفي هيك شغلة صغيرة مفاجأة طبعا واحد من المغنيين رح يكون وغاد هو ابن الناصر اللي هو اي سروجي الصوت الرائع جدا وابدع بعدة الوان والاشي المهم بهذا الصبي وهذا الشاب يعني انه انه ويما بتحطيه بجوائف يعني يعني بغني لقازم بتلاقيه ما شاء الله علي بتغني لقاب ملحم وكأنك عم تسمع ملحم وهون انا بوعدكو انه رح تسمعوا بوديع الصافي وتنبسطوا كتير كتير المفاجأة انه انا خلال اليومين ثلاثة اللي مضوا تواصلنا مع ابن وديع الصافي مع فادي ووعد يوجه كلمة مسجلة قبل الحفل فاحنا عم نشترع الموضوع ورح يبعث لنا للتسجيل حاولنا نكون مباشر بس هو يعني هيك صعوبة تقنية صعوبة التقنية بالظبط وان شاء الله انه بيحضر ناسي كتير ويكون الحفل على مستوى علي يعطيكو الف عافو وهيك شكرا على اهتمامكو يعني احنا نرجع منقول بمثل هاي النشاطات عم نحافظ على مستوى مشرف من الفن وعم نبرز مواهب يعني امثاله اي طبعا موهب ماشاء الله عليه بيستفز بهيك الحرفي وبالرقي وبأخلاقه ايضا الفنان بنهاية المطاف كهو رزمي من كل هاي الامور نبلش هيك نختتم أستاذ بسام كمان منك نسمع كلمة اخيرة يا حابب توجيها المشاريع المستقبلية هيك ايش الاهداف اللي احنا رح نحققها مستقبلا ان شاء الله احنا توجهنا في شعار بالنادي اللي اسمه شعار النادي محبة وعطاء مشاركة وانتمام فاحنا بمحبة بمحبة كل فعالياتنا بنعطي فيها لكل المجتمع اللي حولينا لمجتمع النصراوي لمجتمع العربي للدولة ولكل العالم كم نقدر واحنا منشارك في كل الناس بالمشاريع تبعتنا ومننتمي كمان للمجتمعات اللي احنا فيها منبدأ بكل الدوائر اللي موجودة إن كان في الرعية إن كان في البلد في بلدنا الناص اللي نعتز فيها كتير وبأهلها بشكل كتير بمجتمعنا العربي اللي كمان نعتز فيه وفي كل الدوائر اللي حولينا قديش منقدر منساعد ومنعطي ومنخدم ومشاريعنا اللي قدام هي مشاريع بتكمل بهذا الاتجاه تبع العطاء بمحبة والمشاركة مع انتماء الله يعطيكم كل الصحة والعافية فضل السلفة صغيرة إنه إحنا هاي البرامج اللي بنعملها مثل موضوع حفلة مشوار الصافي وحفلات كتير خيرية الريع تبع هاي المصاري هي بتروح لدعم طلابنا ولدعم مؤسسات اللي بحاج لدعم وهذا أهم إشي في الموضوع يعني إحنا ما مش موجودين كنعمل زي حفلات تنخض المصاري لألنا بين هاي المصاري منوجه لطلاب اللي بحاج لدعم ولمؤسسات اللي بحاج لدعم وندينا عمر كل هاي السنين فاقت 2 مليون شكل توزيع أموال لعدة اتجاهات والحمد لله إحنا مكملين هذا الخط وعشان ليك إحنا بدنا دعم الكل يجي ويحضار لأنه هاي المصاري بالآخر رايحة لناس محتاجة ولناس بحاج لهاي اللي الدعم كل الاحترام لقلكو إحنا أكيد هيك كمرا صباحنا غير وفضائيات مسوارحة رفيقكو بكل نشاطاتكو أستاذ مونير كمان من حضرتك بدنا كلمة أخيرة يمكن هيك واحد من المشاهد المؤثري كان اللي شفناها بالتقرير قديش عن جد في أجواء من المحبة ما بين هالفنانين القادرين اللي اخترتوهن يمكن ما حكيناش شوي عن ردود الفعل بحب أسمع منك شوفي كان في كتير ردود فعل أنا منها يعني تحطيتها على الجروب تبع النادي يعني مديش أنا أذكر أسامي بدون أسامي لأنه كان في أسامي كتير المزبوط بس أنا دأقولك أنه في قسم من الفنانين كان عندهم برامج بهذاك النهار ولغوا برامجهن عشان يحضروا عشان يحضروا وفي قسمة عزر يحضروا لأنه بريت البلاد بس الكل أبدأ يعني تفاعلوا بشكل غريب أنا بس بدأ أقولي شغلي واحدة إنه إن شاء الله إحنا نقدر نكمل بهالمسيرة هاي وندور على برامج بهذا التقول بهذه الزخامة حتى إنه إذي ما قلت شوي نبعد عن موضوع العنف ونورجي الناس إنه في مجتمعنا إشياء كتير منيحة نبرزها إن شاء الله الله يديمكم بعطائكم للناصري بداية ولا المجتمع العربي ككل شكراً لحضوركم معنا وإن شاء الله دايماً الاستمراري والنجاح بيكون حليفكم بكل هاي المشاريع الإنسانية والهادف أستاذ بسام شحتوت رئيس نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة وأستاذ مونير مرشي عدو الهيئة الإدارية للنادي ومركز برنامج تكريم الفنانين شكراً لحضوركم معي يسعد صباح وهك مشاهدين مع هاي الأجواء الجميلة والإيجابية الإنسانية والهادف عم نختتم مشوارنا الصباحي على أمل تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في كل مجاء في هذا الصباح وهي الفترة الصباحية بكرة بتجدد موعدنا ولقاء جديد في إطار حالة جديدة من صباحنا غير إلى اللقاء